أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات أكاديمي التفكير وإحنا في الجلسة الخامسة من الدورة رقم ثلاثة من دورات توتر القرآن ورحلة طويلة جدا يعني أخذناها دية الدورة الثالثة كده على مدار سانة وشوية في دراسة ومنقشة كتاب مقدمة عن توتر القرآن والنهاردة بنعرض لي آخر جزء من الكتاب وهو بعنوان فاتحة وأنا بديم بالعنوان ده للصديق العزيز أنطونيوس نبيل أنطونيوس نبيل لما أرى ده وأنا كنت بحاول أقول كلمة مفتتح إن أنا إيه بحط المفتتح في النهاية يعني هو قال يريد تبقى فاتحة فلأنطونيوس نبيل أنا بقول إن هو له الفضل في هذا الموضوع النهاردة حتعرض للجزء بتاع الفاتحة ده هو هالة عسمة والمفروض أسماء هتتأخر شوية وهي برضو عندها عرض لهذا الجزء فهنبتدي بعرض هالة لفاتحة كتاب مقدمة عن توتر القرآن طيب شكرا يا أستاذ جمال الفصل بيبدأ بوصف القرآن في عهد النبوة بأنه جمل وعي بارات نطقها الرسول مجموعة بعد مجموعة على مدار أكتر من 20 سنة وكان متفاعل مع الأحداث يعني بيرد على أسئلة وبيتحدث عن مواقف ويفصل في خلافات المسلمين وأنه تم تسجيل مقاطع منه على البلود والعضم والحجارة والجريد ولكن ظل التداول الأساسي شفاهي والجمع عن طريق الحفظ بعد وفاة الرسول ومقتل عدد من الحفاظ نشأت فكرة جمع ما كتب ودو في مكان واحد سيدنا أبو بكر اختار للمهمة دي زيد بن سابت اللي وضع شرط شهادة شاهدين بأن المكتوب اتكتب قدام النبي وحفظ الجمع عند أبو بكر ومن بعده عمر بن الخطاب ومن بعده بنته حفصة والصحائف دي اتخذت منها مرة واحدة أثناء عملية جمع لجنة مصحف رسمان بن عفان ولما اللجنة انتهت من شغلها أعيدت إليه ده معنى أن الفترة من بداية الوحي حتى تشكيل لجنة مصحف عثمان أي بعد أكتر من 35 سنة من الوحي كانت تبادل القرآن حر وشفاهي وجزئي وان كل إقليم بياخد بقراءة واحد من الصحابة عشان كده كان فيه اختلاف بينهم أيهم أصحف فاتفقوا على مصاحف وأن يكون في كل إقليم نسخة مرجعية وأن تحرق كل ما عادى تلك المصاحف سيدنا عثمان كون لجنة سنة 25 أو 26 هجرية من أربعة على رأسهم زيد بن سابت وثلاثة من القرشيين وكان عمل اللجنة الأساسي أنه في حالة الاختلاف مع زيد بن سابت بيسجل نوضع الخلاف بلغة أهل القرش كتبت ست مصاحف واحتفظ الخليفة بواحد وزيد بن سابت بواحد في المدينة وأرسل الأربعة الباقين للأمصار ومع كل نسخة بعته قارئ يعلم الناس النطق وتم حرق مادونة وردت مرويات عن وجود تسع مصاحف فردية أخرى كتبها بعض السحابة لأنفسهم واجتملت على روايات أحد ومنوسخت تلاوته وكانت مختلفة بالزيادة أو النقص أو التقديم أو التأخير كمثال على كده مصحف عمر وعلي وعائشة وحفصة وابن مسعود وهنا أول سؤال يا جمال إذا سمحت لي أن أنا أحط الأسئلة في وسط الكلام أنا الحقيقة وقفت عند أن هما كانوا بيكتبوا لنفسهم النسخ وأن النسخ دي فيها حاجات أحاد ومنسوخ وزيادة ونقص وقفت عند اسم السيدة عائشة يعني هل يعقل أن السيدة عائشة يعني إحنا دي أحد المتفقهين في الدين اللي إحنا بناخد عنها الدين والروايات والأحاديث كانت محتفظة بنسخة غلط يعني دي أكتر واحدة كانت عايشة مع النبي كان المصحف اللي عندها غلط ولا هما وقتها كانت المسألة مش مصحف قد ما هي يعني هما عاديين بيكتبوا اللي فاكرينه واللي سمعينه وخلاص يعني هل هما كانوا بيتعاملوا مع التدوين بشكل مختلف عننا ده هو السؤال كانت مصاحف عثمان عبارة عن رسوم غير منقوطة ولا مشهولة ولا مقسمة أجزاء مجرد رسوم بتساعد حافظ القرآن في التسبت ولكن مش بتعلم واحد مش حافظ ولنظرة المخطوطات وارتفاع سمنها وقلة عدد من يعرف القراءة فضل القرآن بينتقل بالرويات الشفاهية فعهد حكم عبد الملك بن مروان اللي هو من سنة 65 ل86 هجرية ووضعت قواعد لضبط مباني كتابة الرسم العربي ذات تنقيط وعلامات الإعراب ووضعت نقاط للتفريق بين آية وأخرى وتم تجزيء المصحف 30 جزء وكل جزء حزبين وكل حزب أربع أجزاء تسمى رضع مع تطور صناعة الوراء في نهاية حكم الأمويين وقارنين بعدهم تم تدوين مخطوطات في الطرق المختلفة لرواية القرآن وذكر أن في سبع روايات واربعتاشر رواية وعشرين رواية ودونت مخطوطات لعد كلمات القرآن وعد آياته وصار ترتيب المصحف قائم على حجم الصورة الأطول فالأقل طولا ومع كل ده فضل التداول الشفاهي وظهرت مقولة لا تأخذ العلم عن صحفي بمعنى أنهما ما كانوش بيعتدوا بشخص أنه هو عالم لو هو بيقرأ من صحيفة العالم لازم يكون العلم من دماغه شفاهي وهو بيتذكع يعني موجود في ذاكرته مظاهر اختلاف القراءات عملية التدوين رجحت عشر قراءات ووصف جلبائين بالشاز أو قراءات الأحد تلقى القراءات هي اتنين في المدينة واثنين في البصرة واحد في مكة واحدة في دمشق تلاتة في الكوفة واحدة في بغداد وممكن نعتبر العشرة دول تسعة لو اعتبرنا أن القراءاتين بتوع المدينة قراءة واحدة لأنها كانت ما بين تلميذ وأستاذه التسعة قراءات دول ستة في العراق واحدة في مكة واحدة في المدينة واحدة في دمشق ولا يوجد واحد من رواتها إلا كانت وفاته بعد أكثر من قرن من وفاة النبي وبعد قرن من مصحف عثمان وده سؤالي الثاني ذكرك لحتة أنه بعد أكثر من قرن من وفاة النبي وقرن من مصحف عثمان دي لها دلالة معينة يعني أنت ذكرت ده لدلالة معينة أو لمجرد التأريخ؟ الاختلاف كان له عدة أشكال وكمثال واحد النطق مختلف ويكون المعنى قريب يعني الصراط بتنطق بالصاد أو السين يحسب ويحسب جبريل وجبرايل في تاني نوع من الاختلاف اختلاف في لفظ الكلمات وفي معانيها بشرط عدم موجود تعرض أو تناقض زي انظر إلى العظام كيف ننشوزها أو ننشرها أما لو حدث تناقض وتضاد تعتبر القراءة شافة بعد كده الكاتب تكلم عن مصحف القاهرة وأنه بعد دخول المطبع كانت هناك صراعات ومعارضات ضد دخول كلام الله من مكينة ضد خروج كلام الله من مكينة ووجهت جهود المطبع الأميرية في مصر في تلاتينات القرن 19 بمعارضة شديدة ومع ظهور مطابق أهلية والزيادة الحاجة لنسخ ظهر الطبعات مصاحف من غير ما يكون في أي قواعد عامة لكيفية طباعة المصحف وظهرت عدة طبعات حتى أخرجت المطبع البهية سنة 1890 مصحف المخللات ودي كانت بدون ترقيم آيات ومضغوطة في حوالي 300 صفحة وحاول أنه يعود إلى الرسم العثماني ووضع ست قواعد للوقف وكتب مقدمة قصيرة في 13 صفحة بيشرح فيها مصطلح الرسم والضبط وعدد الآيات والمصحف ده انطبع بطريقة طبع الحضر نتيجة للأخطاء اللي ظهرت في الطبعات الخاصة وبسبب عدم وجود قواعد عامة متفقة لها اتشكلت لجنة سنة 1914 في عشرية الحرب العالمية الأولى بهدف عمل طبعة مصحف لطلبة المدارس الأمريكي واللجنة دي خلصت شغلها سنة 18 ولكن صور 19 أجلت الطباعة لحد سنة 24 وصدر المصحف القاهرة وأصبح هو المصحف الرسمي في العالم فكل المصاحف اللي اتطبعت بعد مصحف القاهرة بتقوم عليه وعلى اختيارات لجنته والتغييرات اللي ادخلت عليه في الطبعات التالية مجرد تغييرات شكلية زي الألوان أو عدم كتابة مدنية ومكية في أول الصورة إنما في الفهرس أو نحاول طبعه في 600 صفحة عشان يكون كل جزء 20 صفحة وهكذا الطبعة الطبعة تانية في القاهرة برضو في هيئة المساحة زي الأولانية سنة 52 وطبعة تالتة في الأردن سنة 93 المؤلف هنا بيذكر إن القاهرة قامت بجامع آخر ما يقلش أهمية لما أصدرت أول تسجيلات كاملة للقرآن منطوقة بالقراءات السبع المشهورة لجمة وزارة المعارف صارت على نهج المصحف الشيخ المخللاتي في السعي وراء الحفاظ على الرسم العثماني ومحاولة كتابة القرآن حسد قراءة عاصم التي رواها عنه حفظ استنادى لنرسم مصحف عاصمان وخلت اختيارها فيه جاءه ما رواها علماء الرسم عن المصاحف والهجاء الغالب وهنا الحقيقة حيجي سؤالي الثالث في فقرة أنت كتبها في صفحة 266 بتقول أتمنى أن تقدم القاهرة الجامع التالي وهو خروج أول مصحف مكتوب بقواعد الإملاء المعاصرة المستخدمة والذي كتبت منه أجزاء كاملة مكتوبة بقواعد الإملاء المعاصرة كأجزاء تعليمية وفي كتب دراسية وعلى صفحات النت وما زلنا خائفين متوجسين من خروج المصحف بقواعد الإملاء المعاصرة سعي الربع إلى الأصل من الخائف أو متوجس وخائف من إي يعني إذا كنا إحنا عمالين بنغير فعلا في الكتابة يعني النسخة بتاعت 52 حصل فيها تغيير بعض الكتابات فليه هم خائفين ومتوجسين هل عندك أي فكرة أو أي سبب للخوف ده ليسكر الكاتب أن اللجنة الثانية التي صدرت عنها الطبعة السنية سنة 52 غيرت 800 موضع للوقف وعدلت في طريقة كتابة الكلمات ده اللي أنا كنت بقوله من شوية لما هم عدلوا في مصحف 52 المشكلة أن هم يعدلوا في حاجة جديدة كمثال للتعديل ده بين التق المربوطة والمفتوحة أو بوجود أوعدة موجود الألف كمحاولة للوصول إلى الرسم العثمان بعد كده بيتكلم عن المصحف الإمام ما قبل المصحف الإمام وما بعده قبل بنية ترتيب مصحف لجنة عثمان كان التعامل مع القرآن جزء القرآن حد ذاته ظاهرة في حال التشكل دائم حتى وفاة الرسول وكان بيتم تبادله شفاهيا مع المصحف الإمام حدث نوع من التحديد اللي هو ما هو من القرآن وما هو ليس من القرآن وأصبح هناك ترتيب تلاوة بيبتدي بالفتحة وبينتهي بصورة الناس وأصبح ترتيب نزوله مسألة فرعية ما بيهتمش بيها إلا الباحثون في قواعد العقيدة وذكر أنه عندما اجتمع المؤمنون الأوائل في ثقيفة ابن سعدة لم يستند أبو بكر أو عمر لأي سنة نص الأولوية قريش في الحكم بدل الأنصار لكن مع رفع الأمهويين المصاحف على أسنة الرماح للتحكيم أصبح القرآن أو المصحف سلطة وسهي سلطة نص أقوى من سلطة الأسلحة لكنه في النهاية سلطة بشر لأن النص لا ينطق ولأنه ما بيشرحش نفسه البشر هم اللي بينطقوه وبيأولوه بحسب اللي بيربدوه اللي بيختاروه من عباراته وإن اللي بيتركوه وبيذكر أن النبي لم يخرج على الناس بكتاب كامل وإنما بكلام على دفعات على مدى أكتر من عشرين سنة فلما تحول الكلام ده إلى كتاب ظهرت مجموعة تحديات ومشاكل كمثال البحث عن معنى مركزي وبؤرة معنى ومقصد كلي وفلسفة وموجهات سلوك وأخلاق وبيقول أن الفارق كبير بين كتابة نص وبين إلقاء خطبة في حالة النص فالحضر بقوة هو الكاتب وما يريد قوله للقارئ ويقدر يحسب ويقدر يزود ويقدر يعدل لأن النص بنية مستقلة أما في حالة الخطاب ففي علاقة وحضور قوي للمستمع ومراعالة عقليته لأنك لما تخطب طفل غير لما تخطب راشد تتكلم وتعلم غير جاهل المستمعين بيفرق الخطاب النقطة الثانية أن الكتاب بيقوم على مركز المعنى أو الدلالة ولا تناقض لأجزاؤه ولكن أن يكتب نص على مدار عشرين سنة فطبيعي أن ده يتسبب وجود توتر بين أجزاؤه إذا تعاملنا معاك كتاب وجهود لإيجاد حلول لرفع هذا التوتر استمرت عبر التاريخ لحد دلوقتي عبر سلاسل من السنائيات زي محكم المتشابه تنزيل وإنزال نسق ومنسوخ مكي ومدني عام وخاص قديم ومخلوق إلى آخره كل تلك السنائيات سببها التعامل مع المصحف على أن كتاب له معنى واحد مركزي يتم ترسيخه على أنه هو ده الحق وهو ده الإسلام وهي ده الشريعة وصولا إلى أنه هو ده مراد الله ظل المسلمين حوالي قرن بيعتمدوا على القرآن فقط لكن لأنه حمال أوجه ظهرت الحاجة لسلطة سياسية ومعرفية لضبط المجتمع وسبوقه ولقلة عدد الآيات اللي ممكن استخدامها كضوابط سلوك هي في حدود 200-500 آية سعى عبد العزيز بن مروان اللي هو والد الخليفة عمر عبد العزيز ومن بعده ابن الخليفة اللي جمع السنن والمرويات بعد وفاة الرسول بقرن ثم انفجرت عملية التدوين بتصل في نهاية القرن الثاني لألف مروية في موطق مالك ثم وصلت لأربعين ألف مروية في مصنن بن حنبل بعدها بجيلين فقط ثم يقول البخاري إنه جمع ونقى مروياته من 600 ألف مروية موضوع وبالوقت ومع رسوخ المزايد وظهور ألوم أصول الفقه والدين أصبحت المرويات بتنسخ حتى آيات القرآن حيث نسخت حوالي 240 آية من آيات ضوابط السلوك أو التشريع وعند استخدام المصحف كسلطة انتقلت السراعات السياسية والاجتماعية إلى ساحة المصحف عبر التأويل وفرض معنى واحد وإزاحة معداء وظهر مصطلح إجماع الأمة والأئمة فتم تجميد وتهميش كل الأراء المخيلة أصبح تدخل السلطة هو الحاسم وتنحية المعاني لصالح معنى واحد هو الإسلام الصحيح بعد كده الكاتب يتكلم عن هل المصحف كتاب أم سلطة وبيقول أنه لما النبي خرج على الناس بمكة نطق بكلام كوحدات خطابية ولم يخرج بصحيفة مكتوبة ثم تمت كتابة الوحدات وضمت الواحدة إلى الأخرى لتكون صورة واحدة وبعد وفاة 15 سنة تم تحويل الشفاهي إلى نصوص مرسومة في كتاب أم والتبا ومن وقتها بنحاول رفع التوتر في هذا الكتاب والبحث عن مركز للدلالة والمعنى وأصبحت الصراعات حول المركز والفرع وما هو مقصد المرسل أو المتكلم الذي يرفع التوتر على المصر كانت أحد الحلول الجزرية تصور وجود سابق للقرآن مكتوب في لوح محفوظ وإن ترتيب الآيات والصور ترتيب عبر خطة مسبقة لحكمة إلهية وده معناه أنه لا يوجد دور أو علاقة لا بالمكان ولا بالزمان ولا بالواقع ولا الصراعات بل حتى ولا اللغة العربية ذات في ظل ذلك التصور كان الصراع بين جانبين ثابت وجوهر وأصل مقابل متغير وفرع استمرت كل الحلول السنائية حتى في محاولات التوسط للخروج من أسرها بإخراج فكر يتضمن الجانبين في طيار الإسلام الوسطي وعبر جهود المتصوفة وعبر فقه المقاصد وخلال الفقه المقارن وحاولت بعض الأسوات الضعيفة المحدودة إعادة النظر في التصور اللهوتي ذاته بطرح سؤال ماذا يعني أن الله متكلم بكلامه؟ وإزاي يكون التواصل ما بين المطلق والنسبة المتغيرة؟ وبيتسأل الكاتب أليس من الضروري الحصول على الوحدات الخطابية للرسول وتحليلها كخطاب قبل تحليلها كنصوص؟ أي من اختلاف السياق بيجعل لكل وحدة مركز دلالة وترتيب تاريخي بالتالي لا يمكن إيجاد مركز دلالة للقرآن كله بدون الوصول لهذه الوحدات ودراستها في ذاتها ورصد تطور دلالتها ثم يتساءل أنا يمكن أن يكون تطور القرآن جزء من مكوناته الفاعلة وإنه ليس نقص والمفروض أن احنا نحاول إزالته وإن السنائيات اللي احنا نجأنا لها دي قطعت القرآن الحي المتفاعل إلى أجزاء لا تنبط بالحياة وبيؤكد أنه لا يمكن التخلي عن الترتيب الحالي للمصحف لأنه أثر في وعي وثقافة المسلمين الباعث الثاني للتوتر إهمال دور المتلقي في إيجاد المعنى وإننا بنشكل معاني القرآن ودلالات المصحف طول الوقت لأن المصحف مش بينطق وإنما اللي بيقرامه هو اللي بينطق وممكن يختار آية دون أخر أو ينطأ كلمة بوضوح بخلاف أخر أو يذكر جزء من الآية ويتغاد عن جزء تاني وهكذا فالقرآن لا يعطي معاني إذا ما حدش أره نقطة أخرى وهي اللغة فالإله استخدم اللغة وهي وسيلة إنسانية بشرية تاريخية ولكنها متغيرة لذلك تكون لغة المتكلم هي نقطة بداية فقط نبدأ منها ثم يحاول المتكلم الانتقال بوعي المتلقي إلى مستويات أخرى نقطة ثالثة إنه إذا كان لوجود فيزيقي للقرآن في أي وقت من الزمن بدون إنسان ينطقه أو يقرأه إزاي حيستقيم ده مع الوجود المطلق خارج الزمان والمكان للقرآن فنحاول إلغاء التوتر عبر تصور الوقود القديم الأزلي سواء في اللوح المحفوظ أو في كلام نفسي قديم قدم الإله آخر نقطة إنه ربما اعتبار المصحف نص له سلطة أنشأ كثير من مفاهيم فرد السلطة عبر التركيز على معنى واحد وإزاحة غيره كمثال قطعية دلالة والثبوت والإجماع والمعلوم من الدين بالضرورة والإسلام الصحيح والزي الإسلامي البنك الإسلامي الاقتصاد الإسلامي وكلها عبارة عن قطعيات يتم تثبتها وهي بالأساس عمل سياسي وممارسة سلطة إزاحة شكراً يا جمالي ده الشكر لي كانت جميل جداً يا هالة العرض دهوت كأن كان مسكت الفتحة كلها وعرضتها ودلوقتي دخل معانا أسماء فأسماء لو أنت حبيت تقدمي عرض أنت كمان لو جاهزة تفضلي نساء الخير ماشي وكي ما سمعتش هالة بس أكيد هالة قالت يعني إيه كل اللي في الفصل وأكيد ده عملت تقديم كويس أنا اللي هقوله أن يعني أنا ملاحظاتي على الفصل رأس أنا معرفش هي قالت إيه بس مش عايزة عيدة الكلام اللي قالت له أنا أكيد هي قدمت الفصل كله أنا ملاحظاتي يعني على الفصل ده في سياق الكتاب كله أن أنت أخدته واحدة واحدة يعني في الأول في العرض يعني كان العرض بتاع تجميع القرآن وإزاي بقى واللجان اللي تشكلت على مرة تاريخ يعني تجميع القرآن أنت بتركز فيها على فكرة دي حصلت بعد كام سنة من وفاة النبي كلها اللجنة الأولى بتاعت لجنة زيد في عهده أبو بحر الصديق وبعد كده اللجنة التانية في عهده أسبان بن عفان وبعد كده مراحل بقى ترتيب الكراءات والحاجات دي كلها دي برضو تتمل بعد كام سنة بعد كده الفكرة بتاعت المرويات لما بدينا أن احنا ناخد المرويات على شان نذيل الغموض اللي في القرآن ونحول له بقى لمصدر سلطة تركيزك في كل المراحل المختلفة من لحظة بقى الوفاة النبي الحد اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي تركيزك على كل الحاجات دي ازاي يعني تمت كلها في مراحل مختلفة بس كلها بفعل بشر نهاية كلها على نهاية مجهود بشري وفي الآخر منها بنوصل أن في الآخر اللي عمل القرآن سلطة هو برضو البشر وأن في مراحل المختلفة دي كلها القرآن مر بحاجات متغيرة كتير النص يعني أو المصحف نفسه هو اللي مر بتغيرات كتير تغيرات سواء من الشكل يعني في كتابة الحروف نفسها وأن احنا نحاول نرجع دايما للأصل والتغيرات اللي بتحصل من اللجانة المختلفة في التغير مثلا موضع الوقفة أو الحاجات دي ففي كل مرحلة من المراحل دايما بيبقى فيه عنصر بشري هو اللي بيقدم الصورة دي على إنها هي دي الصورة الأقرب للأصل وهي دي الصورة اللي منها بقى بيبتدي ناخد القرآن كمصدر سلطة وفي النهاية إنه هذا شمتاني برضو ده مش عرض للفصل قد ما هو ملحظاتي على الفصل نفسه إن إحنا في الآخر القرآن لما هناخده كده بنحاول إن إحنا نحطه مركز إن هو يبقى نص فبنحاول إن إحنا نجيب له إن نسيل عمله التوتر بقى بالحاجات المختلفة بالمشاريع المختلفة اللي أنت ذكرتها في الكتاب كله بيخفل بقى دور المتلقي وبيخفل دور السياقات التاريخية المختلفة يعني اللي كان بينزل فيها القرآن على فترات وإن في الآخر الأولى بقى بدل ما نحاول إن إحنا نوصل للمركز بتاعه إن إحنا نفهم بالقرآن كوحدات خطبية مختلفة كوحدات خطبية مختلفة هي دي ساميني عشان معلم عليها في الكتاب الوحدات الخطبية نحللها أولاً كخطاب قبل ما ندرسها كنصوص وإحنا بنحاول لللها كخطاب بناخد بقى في الأعتبار المتلقي وبناخد الموت بتاع المتلقي مع الأصوات المختلفة اللي موجودة في الخطب نفسه وهكذا بس في نقطة بقى يعني فكان الآخر اللي انت وصلت له يعني في الآخر أو اللي هو قدر التوتر يعني في نقطة بقى أنت بتقولها اللي هي إن إحنا لو هناخده بالترتيب اللي هو ترتيب نزول ويعني هيبقى أشبه لسرد سيرة النبي أنا معطريدة على الحتة دي عشاناً مش حاسة أن هي هتبقى سرد لسيرة النبي قد ما هي هتبقى سرد لتاريخ القرآن نفسه يعني إحنا لو درسنا القرآن في مراحل نزول المختلفة ورتبنا الصور بمراحل نزولها هو ده بعيداً عن أنه هو هيحكي تاريخ هيبقى سيرة للنبي هو هيبقى تاريخ القرآن نفسه وتاريخ تشكل القرآن اللي بناخدها دايما لأنه هو هيبقى سرد للسيرة بدل ما يكون هو تاريخ القرآن نفسه وتاريخ للنص القرآني نفسه أو المصحف أو أي إن كان بتسميه إيه يعني لو إحنا هنرجع بقى لحظات نزوله كلها فهو هيبقى تاريخ نزول الآيات دي أكتر منه تاريخ لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام بس كده يعني فخمس دقايق قلت كل حيك أو أهل من خمس دقايق كمان شكر الجزيل هالة والأسماء على العرض وناخد برضو بجانب أسئلة هالة وملاحظات أسماء لو الناس اللي أردت وعندها أسئلة أو عندها استفسارات علشان أحاول أضمنها في التعليق اللي أنا هقوله معانا دلوقتي إيمان تفضلي أنا عندي بس ملاحظة ما رفش أو استفسار يعني هو يعني حتى لو وصلنا لفكرة أنه أن احنا يعني لو تعاملنا مع القرآن بطبيعته كخطاب في البداية قبل التحليل كنص فإحنا ممكن التوتر ينتهي في شكل أن احنا هنبعد عن سلطة يعني أو خلينا نقول الاستخدام حسب الهوى الأيدولوجي وحنبعد وكمان كفكرة سلطة لأنه يكون هو المحدد لأنه المعنى يعني التاريخي أو سلطته كنص أنه يكون لها سلطة على العصر الحالي يعني وصحيح هندي القارئ أو المتلقي دور كبير في فهم معانية حسب عصره لكن حيفضل برضو في حالة توتر ولكن في حالة التوتر دي مرتبطة بتوتر الإنسان نفسه لأنه هو في النهاية بيستقي المغزى بحسب عصره كل إنسان ممكن يستقي مغزى مختلف فبرضو هتفضل حالة توتر لكنها مش سلطوية بمعنى أن هي حسب ما هو الإنسان بطبع متوتر يعني أي حاجة هي متوترة أو متغيرة يعني ده الملاحظة اللي أنا كنت أشير لها شكر ليك عصام تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أنا عايز برضو أكد على السؤال اللي سألته دكتورة هالة بخصوص بخصوص فكرة كتابة القرآن بقواعد الإملاء المعاصرة وأن أنت بتتمنى يعني بتطرح فكرة أن أنت تتمنى أن يحصل كتابة للقرآن الكريم بحسب القواعد إملاء المعاصرة المستخدمة حاليا يعني وأن دي فكرة تكون كويسة أنا شايف أن دي فكرة حتى أو سؤالي هو مش ده ممكن يضيع النص الأصلي يعني مش كده النص الأصلي هيضيع حتى لو كان عبارة عن خطابات وهي مجمعة وكده طبعا النص الأصلي هيختفي كده شكرا شكرا لك ناتاشا فضالي اشمعنا الترتيب النزول المصر على يتخليه زي ما هو لأنه أثر في وعي المسلمين طب ما هو بقية الحاجات ما هي مأثر في نفس وعي المسلمين يعني الكتاب اللي حضرتك عامله أنت تضرب مفك في القولبة نفسها بتحاول تفككها يعني اشمعنا دي يعني ليه ترتيب الآيات أنت مش عايز تيجي جنبها شكرا شكرا لك آية فضالي كنت أسأل على حاجة في الكتاب صفحة 259 حضرتنا الكاتب وكون الكتابة العربية ليس بها تنقية ولا تشكيل جعل الرسم المكتوب يحتمل قراءات مختلفة تضمن فيه كذا 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 بس جيت بعدها قلت أن عبد الفضاح القاضي أكد أن الاختلاف ده مش اختلاف اختلاف القراءة مش اختلاف عشان التنقية ولا التشكيل لا ده اختلاف بسبب أن هو أصلا مختلف يعني وأن الاختلاف بين القراءات ليس مصدره رسم المصحف في سؤال كمان هو بالنسبة برضو للترتيب في صفحة 277 فهذا الترتيب في المصحف وترتيب الآيات في الصور هو ترتيب عبر خطة مسبقة محكمة ولحكمة إلهية هو اللي أنا عرفه أن ترتيب الآيات توقيفي لكن ترتيب المصحف نفسه الصحابة هم اللي عملوه فهو مش أعتقد أنه لا يعني مش ما أعتقد اللي هم قالوا على أنه كان موجود في اللوح المحفوظ هم مش بيتكلموا على ترتيب الصور نفسها هم بيتكلموا على القرآن نفسه ككل بالآيات بتاعته يعني وكنت برضو هسأل نفس السؤال اللي سألته أسماء واللي سألته ناتاشا في الجزء بتاع ليه لا يمكن التخلي عن الترتيب الحالي للمصحف ما احنا كل اللي احنا بنعمله ده علشان حاول نوصل لتخيل المصحف وصلنا بالشكل ده ازاي بنحاول نفهم المصحف بنحاول نشوف الجزء التاريخي بنحاول نشوف الحاجات دي وصلت لنا ازاي فاحنا طبيعي احنا بنتخلف نتخلى عن الترتيب الحالي للمصحف حتى لو هو فضل بشكله الحالي بس اللي بيدرسه لا هو بيتخلى عن الترتيب بتاعه بس كده تمام شكرا شكرا ليكي وبس قبل ما أكمل يتكلم المسألة مش وسهلا هنتخلم هيظل ده ترتيب موجود وترتيب النزول ترتيب موجود يعني مفيش واحد منهم الفكرة انه يبقى ايه المنهج اللي احنا بنتبعه حيستخدم لتنين لان المسلم المؤمن العادي هيقول لك انت بتهدول القرآن اللي انا بتعبد به ما هو عايز يقف في الصلاة الترويح في رمضان ويختم القرآن تلاواتا في الصلاة فهي القضية ايه انه الترتيب النزول ده من اجل البحث العلمي ما احناش احنا هنعمل القرآن جديد يعني هي الفكرة في كده مش معناها ان ده هي الغداء او ده هي تيبقى لتنين موجودين يعني ده الفكرة اكمل تفضل شكرا جمال انا كان عندي بس سؤال حوالين تعبيرك تعبير اتكرر كتير الكتاب وحيارتني شوية اللي هو بؤرة المعنى يعني انت قلت التعبير ده اكتر من المرة وانا الحقيقة احسس ان انا كاني بفهمه كل مرة الطريقة يعني انا بتصور يعني ان ممكن الواحد انا مش عارف اني ممكن تبقى مثلا المقاصد الكلية هي بؤرة معنى مثلا يعني ممكن اعتباري التأسيسي في رأي عالي مفلوك هي بؤرة المعنى يعني مش حاجة واحدة ولكنها مجموعة افكار بتشيري الى توجه المال فهلا انا كده يعني اصبت الفهم يعني ولا انت كنت تقصد حاجة تانية يعني بس مش هطول يعني عندي سئلة تانية بس نخلي ده مبدئيا يعني هو سئلة انا عايز وانا بس هقول تعليق سريع قبل محمد ياسيم يتكلم هو لم يجي حد مثلا من المسلمين يقول موقف القرآن من الحجاب هو كيت او موقف الاسلام من فوايد البنك هو كيت ما هو بيعني بيحاول ايه يقول ان بؤرة المعنى اللي جاية من الايات بتقول كذا سواء اللي هو معه او اللي هو ايه ضد لان احنا بنتعامل معاه على انه ايه كتاب يعني في حد ما هو بيجي يقول ايه فهمت فهمت انت تقصد لكل اية او لكل مجموعة ايات اه او حد يجي انا فهمت القرآن ككل اه اه موقف القرآن من الحجاب ايه هتلاقي ناس يقول لك ايه ده القرآن ده فرد الحجاب ده فرد وبيجيب ايات واللي هو بيجي لا ده مش فرد ده عادة بيجيب برضو ايه ايات يبقى كل واحد منهم بيحاول يتخاني ايه هو بؤرة المعنى اللي بيقولها الايه المصحف او القرآن محمد ياسين تفضل السلام عليكم رحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته اه 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 انا كنا عندي بس يعني حركة في بداية الفصل اه يعني القرآن في الاصل هو تلقي شفاهي ثم جمع على عهد سيدنا هو بكر وبعدين سيدنا عثمان اه على نفس القراءة اللي كان الصحابة بيقرؤوا بيها على عهد النبي صلى الله بنفس الترتيب اذا الجمع الكتابي مش هو الاساس في الحكم الجمع الشفاهي اللي هو قريع على عهد النبي الصلاة اللي قرأ ه النبي صلى الله وعلمه الصحاب وهو他 الأساس. وبالتالي فالترتيب ده ترتيب ما هوش فعل من أفعال صحاباته. ده ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم رتبه وهكذا وقرأه وهكذا. وفي حدا مرويات النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه القرآن في كان يعرض عليه القرآن في آخر رمضان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم عرض عليه مرتين. وبالتالي فأنا أعiksi أقول أن الترتيب ده ما هواش حتى ما هواش ترتيب نتيجة الجمع الكتابي وإنما هو ترتيب شفاهي تلقاه الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام الحاجة التانية المثال اللي حرج ضربته بتاع أنه لو أن حد خطب مجموعة من الخطب على مدار 20 سنة وبعدين جمعها بالتأكيد هنجد في مجموعة هذه الخطب توتر تعارض بين جزئيات هذه الخطبات أنا شايف المثال ما بيفرقش أوي بين كلام البشر وكلام الخالق سبحانه وتعالى لأنه صحيح 100% لكن هذا إذا كان كلام بشر يعني لا يحيط بالزمان والمكان وما إلى ذلك النقطة التانية مسألة الجمع مسألة الجمع اللي هو الجمع القرآن كان الدكتور عبدالله دراز كان عمل تقرير في يعني نقد فني لمسألة جمع القرآن أو يعني عادة ترتيب القرآن على ترتيب النزول لكن أنا طبعا لسه لم أقرأه في كتاب اسمه حصات طلم جمع للأشياء التي لا بتنشر في حياة الدكتور درازي لكن الفكرة هنا إن أسباب النزول نفسها غير مكتملة يعني أنا النهاردة لو حبيت أكبر القرآن وفق كما تلقاه الصحابة يعني على أسباب النزول أنا ما عنديش أسباب نزول تشمل كل آيات القرآن وبالتالي مش ألاقي 10% من آيات القرآن أعرف أجمعها وفق أسباب النزول حتى لو عايز أعرف يعني متى نزلت هذه الآية وفي أي مناسبة النزل بس يعني شكرا جزينا شكرا لك هو برضو قبل ما محمد رفعت يتكلم الترتيب سواء الترتيب بتاع الصور داخل المصحف إلهي واللي هو من اللجنة على حسب الحجم بتاع الصور هيظل السؤال عن الحكمة منه مشروعا يعني لو فرضنا فيه اختلاف ناس بيقولوا لا ده توقيف من الله والنادي عليه الصلاة والسلام قد عرض العرضة الأخيرة في آخر سنة مرتين والآخر فهو نفس الترتيب وناس ثانية ده هو إيه اللجنة هي اللي اختارت ترتيب الصور داخل المصحف على حسب الحجم السؤال بقى هوت في الحالتين السؤال مشروعا عن إيه المغزة والدلالة بتاعت الترتيب محمد رفعت فضل سأشير يا معا سؤالي بس في بداية الفصل كان اتعال أن الجامعة تم في عهد أبو بكر وبعد وفاته انتقل إلى عمر عند الخليفة عمر بن الخطاب ولما تقتل ظلت المجموعة عند بنته اللي هي في نفس الوقت أرملت النبي اللي هي حفصة بنت عمر كان طويل الوقت يعودوا برضو يكلمون عن مكانة المرأة واه 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 فكان دايما يقول لك إيه إن هو نظرا لمكانة المرأة فتم جمع القرآن عند عند سيدة يعني كان زمان يقولولنا كده وبعدين لما نقرأ ونشوف إلا إن هو انتقل إليها بالطريقة اللي أنا قلتها دي دي حاجة حاجة تانية فكرة مروان بن الحكم وطلبه للصحف اللي عند أرملت النبي أو السيدة حفصة وإلحاحه في طلب هذه الصحاقف يعني حتى أول ما توفت وقال لك راح الدفنة بتاعتها ثم طلب الصحف دي من أخوها وأخوها الدهال وعلى طول وحرقها برضو الفكرة بالنسبة لي يعني ليه ليه الإلحاح في طلب الصحف دي وبعدين ووقت وفي جنازاتها فورا طلبها من أخوها وأخوها الدهال وأمر بإحرقها مش فاهم برضو ليه المقطة دي حصلت شكرا لك شادي تفضل أنا بالنسبة للسؤال بالنسبة للموضوع تنقيط المصحف هل هل ورد أو حراركت طلعت على أبحاث مثلا بتقول إن المصحف كمنقط أساسا ولأن فيه فيه ناس بتقول إن المصحف كمنقط وبعد كده لأنهم هم حفظينه أو يعني في صدرهم فأصبح التنقيط مش مرحلة مرحلة تالية لعدم التوقيت أو العكس يعني صحيح فأنا مش عارف رأي أحراك في الموضوع ده والتاني حاجة هل لو لو إحنا خذنا بأن المصحف كتاب قديم أو الرأي اللي كان بيقول القدر القرآن هل هيستعصى علينا فهمه يعني ده سؤال برضو التاني شكرا شكرا لك محمد ياسين فضل معلش أنا أسف أنا نسيت السؤال أسأل السؤال أنا أنا بس لما يعني ده ما تأملت لما جيت راجع الكتاب التاني من الأول حسيت أنه في مسألة اتخاذ مركز محاولة اتخاذ مركز بالمعنى أو الدلالة اللي أدى إلى توطر والقول بالنسخ والخاص والعام وكل المقولات دي شعرت أنه لمعنى خارج عن القرآن نفسه يعني اللي بيغلب جانب الحرب والسيف ده ما استقرأش آيات القرآن كلها وبالتالي حط مركز لا ده هو هو داخل بفكرة مسبقة هذه الفكرة المسبقة هي بينتقي منها بينتقي آيات تؤكد فكرته التاني اللي عايز التسامح وإن جنح والسلم فإن جنح له هو برضو داخل بتقرير ذهني معين عايز وهكذا عايز ذات ومش هو استقرأ القرآن على على هوا القرآن يعني أو على كيف دخل خاو الزهن وشاف القرآن هيودي على فين لا ده هو داخل محمل بحمولات معينة وعايز القرآن يمشي على هوا شكرا شكرا لك وممكن تكون نقطة محمد ياسين الأخيرة مدخل أنه يعني ندخل منها أنه تحول القرآن من كونه ساحة تدبر وفهم وإدراك إلى أن هو يصبح سلطة يعني المسل الشهير هو يرفع المصاحف على سنة الرماح في الخلاف بين الإمام معاوية والإمام علي بن أبي طالب ونقول الإمام هو أيضا يعني إمام يعني حاكم مش إمام يعني إمام في الدين يعني فرفع المصاحف على سنة الرماح وتحكيم كتاب الله أصبح هنا التحكيم حول القرآن إلى سلطة فأصبح كل حد بيحاول يدي شرعية لرأي أو لموقف أو لفكرة يجيب إيه يجيب نص مش الحادثة دي أو الواقعة دي هي اللي عمل الكل ده بس أصد إن ده اتجاه تكون بقى فكريا عبر التاريخ لحد ما وصلنا إلى النصوصية أو النصوصية بقى هنا إيه أصلها فكريا الإمام الشافع وحولته لحل الإشكال ما بين أهل الرأي وأهل الحدي إنه أصبح هنا كده أي حد عايز يجيب شرعية لأي حاجة يجيب لها إيه يجيب لها نص أو وقعة سابقة نقيص عليها وما زال هذا الاتجاه حتى الآن طيب ده خلانا بعد كده يبقى للسناد إلى النصوص إلى من له سلطة فهم وتأويل النصوص ده بقى بتعملها السلطة المباشرة وبيعملها الجماعات وبيعملها الأفراد وبيعملها الناس اللي لها نفوس في المجتمع فبتأكد النقطة اللي محمد يسين بيحاول يشير إليها إن ما فيش إدراك هنا بقى من المساعات ما بنرجعش للمصحف عشان ندرك ونشوفه في سياقه ده احنا بنرجع علشان ندور على أداة أو وسيلة في مواجهة المعرك ولذلك هنا اللي هيتكلم بقى على يركز على آيات معينة ويجعلها أنه الآيات اللي هي نزلت في صورة التوبة بقى آخر ما نزل وأن الضوابط السلوكية اللي فيها والتوجيهات اللي فيها هي التي تجب ما كان قبلها بقى واقتلوهم حيث ثقفتموهم بقى ولا تأخذكم بهم رأفة ولا ولا لكم دينكم وليا دين وهو ده موجود وده موجود وإمتى دا يرتفع ويبقى له الصوت الأعلى وإمتى دا يرتفع ويبقى له الصوت الأعلى فالصراع جاي من هنا أرجع لنقطة أساسية بالنسبة للكتاب أنا كجمال يعني بشوف أن في حاجتين أساسيتين أثروا في تاريخ المسلمين طول التاريخ وما زلنا بنحاول نحل الإشكال بتاعه الحاجة الأولى منهم هي اللي أنا حاولت نعيشها في هذا الكتاب والناس اللي هم معانا من الدورات السابقة إحنا مرنا بالتجربة دي كلها كده على ما فعله القدماء وما فعله المحدثون لحد نص الثاني من القرن العشرين إنه نفرق هنا الأول ما بين مفهوم القرآن ومفهوم المصحف ومفهوم الوحي فالوحي دائرة أوسعة لأن الوحي زي ما هو نزل على النبي نزل على أنبياء آخرين والوحي زي ما هو نزل على أنبياء هو نزل أيضا على ربنا أوحى إلى النحل والنمل وإلى أم موسى وأوحى للجبل يبقى إذن الوحي مفهوم أوسع من مفاهيم القرآن ومن مفهوم المصحف طيب نيجي بعد كده بقى المفهوم القرآن المفهوم القرآن دا دائرة داخل مفهوم الوحي اللي هو عملية الاتصال التي حدثت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم سواء كان بالوحي بالنسبة للقرآن أو بما اعتبره آخرون مثلا من أن سنة النبي وأفعاله هي برضو يفعلها النبي عن وحي ولذلك تأصيل الإمام الشفعي لسلطة لكون الأحاديث وأحاديث الأحاد مرويات الأحاد دي ذاتها كده إلى أنها وحي لأنه النبي ما ينطق عن الهواء إنه إلا وحي ينيوح ف دائرة الوحي شملت القرآن وشملت سنة النبي طيب مفهوم بقى المصحف المصحف بقى دائرة أصغر من دائرة القرآن لأن القرآن لما احنا حتى بالمفهوم اللي سادت عند المسلمين مش إحنا بنقول فيه آيات نسخة ومنها اللي نسخة تلاوة ونسخة حكما يبقى إذن من المصحف الحالي هناك آيات لو اعتبرنا مفهوم النسخ إنه في آيات نسخة تلاوة يبقى فيه آيات تم إيه حزفها وفي آيات السبخية يبقى إذن المصحف دائرة أصغر من دائرة القرآن أدي حاجة الحاجة التانية المرويات بتكلمنا برضو على إن نزل القرآن على سبعة أحرف والخلاف اللي موجود وبتذكره المرويات برضو على إنه يعني هتجي دي مرويات مثلا في صحيح البخاري بتتكلم على سيدة عائشة إنها بتتكلم على إن إحنا كنا بنقرأ الصورة الفلانية بحجم صورة البقرة مثلا أو إن الداجينة دخلت وآكلت مش عارف إيه في الصحف لإيه يبقى وده في الكتب الصحاحة هوت يعني المرويات الفكرة التانية هنا إنه إيه يعني إذن من ليس كل ما هو في المصحف هو من الوح وليس كل ما هو من الوح ليس كل ما هو في المصحف من القرآن وليس كل ما هو في القرآن من الإيه من الوح دي دائرة جواها دائرة صغيرة جواها دائرة أصغر فإذا كان القرآن بقى على سبعة أحرف وده مش بنكلم بقى على إيه ما بعد النبي وما بعد بقى القراءات ده الأحرف مفهوم الأحرف ده في خلاف عليه إيه معنى الأحرف بس المتفق عليه إن الأحرف تختلف معنى القراءات يعني يقول للقراءات السبع ولا للقراءات العشر لا نعني جهة الأحرف السبع والاختلاف في الأحرف ده بنتكلم عليه من أيام النبي المروية المشهورة بقى أن عمر بن بن الخطاب سمع هشام بن حكيم بيقرأ فاستنى عليه لحد ما أنا بقول باللغة تانية طبعا عشان بش عدي يقول ما لأقلف يعني هشام بن حكيم واستنى عليه لحد ما خلصه أخذوا من تلابيله وذهب به إلى النبي إنه كان بيقرأ الآيات بيختلف عما أقرأها أقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم بها فالنبي سدعه جعله يتركه يعني ويقول فقرأ هشام فقال النبي هكذا إيه ونزله اقرأ يا عمر فقرأ عمر هكذا أنزله نزل القرآن على سبعة أحد مش المروية دي كلها يعني المشهورة اللي احنا بتولى طيب هل بقى الاختلاف ما بين هشام بن حكيم وما بين عمر بن الخطاب والحتة التانية بقى إنه شام بن حكيم ده من الذين أسلاموا بعد فتح مكة يعني نحن بنكلم على ثمانية هجري يعني سنتين قبل وفاة النبي فلو الدنيا له ست شهور يعني بقى مسلم وبقى حافظ وبيصلي وبيقول آيات يعني بيقرأ بها يعني في الصلاة يعني نحن بنكلم على سنة ونص قبل وفاة لإيه النبي طيب عمر بن الخطاب ده اللي هو أسلم من البداية خالص ولا يعلم أن هناك أحرف أخرى يقرأ بها القرآن طيب إيه الأحرف دي بقى هنا طيب حد يقولك مثلا ممكن يكون الاختلاف اختلاف لهجة يعني مثلا حد بيقول في نطقه في اللغة بتاعته واللهجة بتاعته بيقول جمال وحد تاني بيقول جمال وحد تالت بيقول دمال لأنه على حسب النطق الناس هتنطق الكلمات على حسب طريقتها في التداول يعني إيه رأيك بقى إن إن شام بن حكيم قرشي وعمر بن الخطاب قرشي يبقى فكرة إن هو يبقى فيه اختلاف لهجة ولا اختلاف طريقة نطق هنا يبقى إيه بتقل شوي الكلام ده كله بيجسد إيه بيجسد إن فيه دور بشري فيه دور بشري في تبادل ونقل الإيه الوحي وفي تبادل ونقل القرآن طيب النقطة الأساسية التانية إنه الناس اللي بتقعد بقى تتخانق وتقعد تتكلم بقى لا ده الاختلافات ما بين الناس في القرآن نتجة من إن الكتابة العربية كانت بإيه بدون تنقيط وبدون حركات إعجام ولا حركات إعراب فكلمة تبينه هتكتب زي كلمة تثباته وإن الطريقة دي هي اللي خلت وهي اللي جعلت إنه الاختلاف في قراءة المسلمين في القرآن وجد نظر كويسة بس هي مش دقيقة الحقيقة مش دقيقة لعدة أسباب بسبب الأول إن التبادل بتاع القرآن في الغالب بتاعه كان شافي وما زال حتى الآن شافي إيه السبب التاني إن انت المصحف لما هتشوف فيه برد وكده هتلاقي إيه في صورة البقرة هيقول إيه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين وهاجد في صورة تانية هيقولك إيه ألم نشرح لك صدرك دي مكتوبة زي دي لا فيه نقاط هنا ولا فيه حركات إعجام ولا حركات إعراب فليه دي تقالت ألف لام مين وليه دي تقالت ألم إذن الأساس في النقل اللي هو النقل اللي إيه الشفاه نقطة التالتة يعني الجامعة اللي حصل دهوت حصلت اختلافات فبدأ جامعة اللي عملوا مش جامعة بقى اللي هو النسخ اللي عملوا عثمان بن عفان نحن جامعة اللي حصل الأولاني ده جامعة في مكان ولما نقول بقى إيه بقى طرق الكتابة اللي هو كانت بتتبعه وإحنا بنتكلم دوقتي على إيه فترة أبو بكر الصديق يعني بعد سنتين من وفاة النبي بيكتبوا عليه بيكتبوا على الحجر البيض بيكتبوا على العظم بتاع الكتف بيكتبوا على الخاف ما فيش ورق ما فيش بيكتبوا على الجلود فالكتابة بتاعتهم دي كتابة نتف يعني انت لما هتكتب على العظم بطريقة الكتابة اللي انت بتشوفها دي هتكتب كم هتكتب حجمها دي يعني هدي نقطة نتف طيب كل بقى القرآن اللي كان موجود في مك في 13 سنة وبينقول بيكتب نقل ازاي بقى من مكة للمدينة والناس كلها كنت بتهرب خفية إذن النقل طول التاريخ حتى في فترة الوح نقل ايه شفاه ولذلك الجزء بقى بتاع المدينة دهوت بقى فيه كتبة يعني احنا ما نلاقيش كتبة وما بذكرش كتبة ومدونين من الناس اللي كانوا موجودين في فترة مكة كتير يعني يعني احنا ما نقول بقى كتبة الوحي ما اسمائهم موجودة مذكورة في المصاد ما نقول لها معاوية بن ابي سفيان من كتبة الوحي معاوية بن ابي سفيان ده من الاسلامه في فتح مكة يعني اخر سنتين وهل القراءة والكتبة كانت منتشرة زيد بن ثابت الذي جمع الجامعة الاول احنا بكلم على زيد بن ثابت ده كان في العشرنات من العمر يعني في وقت جامع ابو بكر الصديق ده في العشرنات من العمر عشرنات من العمر يعني ايه يعني هو عمره من عمر بداية الوحي يعني لما ابتدى الوحي ينزل كده على النبي عليه الصلاة والسلام كان انا كاتب التواريخ بتاعة الميلاد على حسب ما هي موجودة يعني طيب ليه هو وسامة يعني وهو الايه خلي بالكو انه هو مش قرش هو من المدينة من الانصار اللي في المدينة هو برضو اللي رأس الجامع اللي ايه مش جامع بقى التدوين والنسخ اللي حصل في فترة عثمان بن عفان احنا طبعا ما عندناش المصاحف بتاعة عثمان بن عفان كل المصاحف اللي موجودة الآن على مستوى العالم هي مصاحف معمولة على نسق اه بنقول لا في مصر المصحف المجمع المشهد الحسين اللي في جامع الحسين ده هو المصحف عثمان بن عفان وعليه دم عثمان بن عفان والاخره او مصحف تشقند او المصحف اللي هو طب صرايق في تركيا وهو مصحف اصلا برضو كان في مصر وده محمد علي للخليفة سنة 1811 كل المصاحف دي هي مصاحف الراجل كولاجل تركي عمل عمل وطلع ارشيفات بالمصاحف دي كل دي مصاحف معمولة على نسق المصاحف العثماني لا توجد المصاحف العثماني ايه اللي موجودة عندنا عنها بقى موجودة عندنا ان الناس شافوها وصفوه ما رأوه في كتب الايه المروياء احنا شفنا في الدورة اللي فاتت اللي كان معانا ميسون عملت مقالة عن الاختلافات بين مصاحف عثمان يعني حتى هذه المصاحف سواء كانوا اربعة ولا خمسة ولا ستة ولا تمانية من كتب المصاحف وكتب القرن هي ذاتها بينها اختلافات بطريقة الكتاب وده شيء طبيعي شيء طبيعي ازاي عشان اقرب بالمعنى تخيلوا كده اللهجة اللي أنا بتكلم بها دي وانا عمال اتكلم هوت شفاهة واسماء فهماني واكمل فهمني ونتاشة فهماني وحتى منير من المغرب برضو فهمني من اللهجة اللي هي اللهجة القاهرة اللي هي اللهجة دي اللهجة منطوق احنا بندركها بنشئتنا بناخدها بالسليقة من المجتمع لكن ما دخلناش مدرسة وتعلننا قواعد لكتبتها تعال بقى نكتبها انا هقول كنو تمعالش وكلكم حفظينها وعارفينها وفهمين اللي أنا بقول تعال نكتب معالش بقى كده هلاقي كل واحد منها بيكتبها بايه بطريقة كذلك العربية في وقت ما هم بايه العربية في وقت ما هم كانوا بيكتبوا هم لسه بيترقوا ارض جديدة هتلاقي كل واحد بقى ممكن يكتب بطريقة ايه مختلفة ولذلك ممكن تجد اللفظة الوحدة موجودة في المصحف مكتوبة بشكل وهي برضو نفس اللفظة موجودة في ايه بشكل آخر لان قواعد الكتابة لم تكن مستقر ما كانوش بيروح مدرسة ويتعلموا الكتاب ده كله بيتشكل دور بشري هنا في الموضوع النقطة التالتة بقى والاخيرة في الموضوع بتاع جامع عثمان ابن عفان الناس بقى مفكرة يعني ايه انت لما تيجي تقول كده تفكر كده انت هتعمل مصحف وهم بيكتبوه على الجلد يعني مصحف عثمان مكتوب على الجلد يعني المصحف بعد ما انخلص كده هاتوا كده صور المصحف بتاع المجمع الحسين الراجل نشره ومصوره الكولاك دوته موجود صور بتاعته على الموجود احنا بنتكلم على عشان تكتب نسخة مصحف ده بنتكلم مثلا حوالي 700 رق ولا رق من الجلد دوله 700 يعني ايه 700 يعني انت عايز مثلا 700 شاه ولا 700 معزة ولا خروف علشان تعمل نسخ لو انت بقى هتعمل 4 نسخ ولا 5 نسخ وتكلفة النسخة تبقى كان بقى لما احنا نقول 700 شاه لكل نسخة تكلف قد دي النسخة دي طيب النقطة الاخيرة هنا انت بقى دلوقتي كده يعني ايه كتبت المصحفة هو بطريقتهم في الكتابة اللي هي مفيش فيها تنقيت ومفيش فيها هل بقى حد لسه بيتعلم العربية هيعرف فيه ارى الكلام اللي اذا كان حافظ هو القرآن اصلا النقطة اللي بيغفالها الكثيرين بقى انه عثمان بن عفان وهو بيبعت نسخة كده لكل مصر من الامصار بعت ايه بعت قارئ القارئ ده هو اللي بيقعد في الجامع الكبير او الجامع الرئيسي وهو يقرئ الناس زي الكتاب كده اللي هي طريقة الحفظ اللي استمرت لحد لحد الان كتتيب موجودة لحد الان طيب لقينا مخطوط لقينا مخطوط بيرمنجهان ولقينا مخطوط مش عارف مين ومين 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 طيب هل لما لقي مخطوط مكتوبة مصحف مخطوط كده ده حجة حجة على ايه مش فهم ونعرف مين اللي كاتب المخطوط دي وبأي مرجعية هو كاتبها انا جمال دلوقتي في القرن الواحد وعشرين ممكن نقعد اكتب نسخة مصحف وبعد الف سنة من دلوقتي اجدو اه احنا وجدنا نسخة مخطوط مصحف كانت مكتوبة من الف عام وهي اقرب للنبي وفترة الوحي مني نحن طبعا بعد الف عام من الان هبانا اقرب للوحي منهم ايه بقى حجيتي انا في كتابة النسخ النسخ بتاع المصحف كان نسخ ايه افراد الملك فؤاد طلب من الخطات التركي انه ييجي ويعمل له نسخة مصحف عمل فردي مفيش فيه عمل جماعي يعني نقول ايه لجنة عثمان اللي كانت فيها لجنة حتى لجنة القاهرة اللي انا بتكلم عليها بقى دي لجنة القاهرة دي ايه الجديد اللي عملته لجنة ان هنا فيه لجنة مش فرد يعني حتى المصاحف الاخرى اللي تعاملت وانطبعت في القاهرة 19 احنا بنشوف ايه افراد يعني مصحف المخللاتي ده المكتبة البهية طلبت من الشيخ المخللاتي والشيخ المخللاتي عمل المصحف هو فرد وحتى قواعد هو اللي عملها ولذلك يسمى مصحف الايه المخللات برغم ان هو مطبوع هنا بقى نزارة المعارف مكانش لسه وزار كنا احنا لسه يعني بنقسين تبع الحماية البريطانية فنزارة المعارف عايزة تعمل مصحف لطلبة المدارس هنا بقى النزارة لجهة اميرية فكونت لجنة من كبير مفاتيش اللغة العربية حفني ناصف بيك وضمت للجنة شيخ مشايخ المقار المصرية محمد خلف الحسين الحداد وضم للجنة اتنين من مدرسة المعلمين الناصرية لهم مدارسين لغة عربية برضو في نزارة المعارف من الناس اللي هي كانت بتعمل الكتب والمقرارات للنزار وخطات من المطابع الأميرية اللجنة دي قعدت من 1914 يعني نقدر نقول فتر حرب العالمية الأولى بتشتغل على انها تعمل نسخة المصحف ده الناس لا مفكر ان اللجنة دي راح جابت مخطوطة وعمل اللجنة اللجنة دي بتاخد الرواية الشفاهية بسند الشيخ محمد خلف الحسين الحدد بسنده المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الشيخ محمد خلف حددي ليه أنا علمني القرآن حفظ القرآن على عام الشيخ حسن وعام الشيخ حسن حفظ على الشيخ المتول والشيخ المتول اداله اجازة بسند إلى النصل إلى ابن الجزري ومن ابن الجزري إلى النبي فمن المصحف الحالي أو المصحف القيرة ده معمول عن الرواية الشفاهية فجيه محمد خلف الحسين الحدد برواية حفظ عن عاصم كيف نكتبه وعلى أي قواعد نكتبه هنا هيعمله اختيارات فهي اللجنة قالت احنا هنمشي مثلا هنحاول نقرب من الرسم العثمان علشان نرجع للأصل نفس الفكرة اللي بيسأل عليها عصام احنا هنحاول نرجع للرسم العثمان هناخد طريقة الكتابة كما هي في الرسم العثمان هم كتبوا بالرسم العثمان ده الرسم العثمان ذاته دخل عليه تنقيت ودخل عليه علامات اعراب وعلامات اعجام دخل عليه كمان التشكيل في شكل الحرف يعني انت لو رحت جدت لأتي مصحف مشهد الحسين وبصيت في صفحة منه وشفت شكل الحرف شكل الحروف مع شكل الحروف اللي معمولة في المصاحب بقى المطبوعة مختلفة ولا مش مختلفة يبقى احنا كده لما بنرجع للرسم العثماني بنرجع للرسم العثماني كده لوس يعني على خفيف هو يوصل برجوع للرسم العثماني انه مثلا في صورة البقر ذلك الكتاب مش مكتوب فيها الف فهو هيعملها برضو من غير الف ويحط لها الالف الخنجرية دي هو ده الشكل فاللجنة دي عالت هنحاول نرجع للرسم العثمان ادي اول حاج الحاجة التاني طيب على اي قواعد من النحو هنكتب بقى يعني هناخد قواعد مدرسة الكوفة ولا مدرسة البصرة اختيار بتعمل اللجنة طيب احنا ناخد اي قراءة من القراءات هناخد قراءة عاصم برواية حفص ما هو كل قراءة من القراءات السبعة ولا القراءات العشرة دي العشرة دي اللي هي اصبحت قراءات متوترة عند المسلمين هي قراءة لها اكتر من راو ولها اكتر من طريق ولها اكتر من وجه ولما تجيبيها بقى من القراءات الصغرى ولا القراءات الكبرى صغرى يعني يعني عن طريق الشاطبية وعن طريق الدرة اللي هي بتعتمد على ان كل قراءة لها راوية اثنين ولا هنجيبها بقى القراءات الكبرى عن طريق طيبة النشر في القراءات العشر لابن الجزري دي كلها اختيارات بتعملها لايه اللجنة فاختاروا هناخد رواية حفص عن عاصم عن طريق الشاطبية مثلا بوجه من الوجوه كل دي اختيارات طيب هنقسم بقى الايات بتاعته عدد الايات بتاعته نقسمها على اي طريقة تقسيم المصاحف في الكوفة مدرسة الكوفة تختلف عن البصرة تختلف عن دمش تختلف عن مكة تختلف عن المدينة بما ان القراءة قراءة رواية حفص عن عاصم دي الكوفية فهياخدوا ايه طريقة التأسيم بتاع الايات عددها يعني بتاعت الكوف اللي هي ستتلاف مئتين ستة وتلاتين في قراءة تانية هتبقى ستتلاف مئتين واربعة في قراءة تالتة ستتلاف مئتين ستة وعشرين على حسب التأسيم دي كلها اختيارات بتعملها لك قالوا هياخدوا قواعد الاندلسيين بس مش ياخدوا قواعدهم في الكتابة لان الاندلسيين والمغاربة بيكتبوا بطريقة مختلفة يعني حرف الفاء والقاف شكلهم في الكتابة المغربية بيختلف عن الكتابة المشرقي احنا في المشرق يقول الفاء عليها نقطة والقاف عليها نقطتين المغاربة يحطوا نقطة فوق والحرف التاني نقطة تحت ده اللي بيفر فقالوا احنا هناخد قواعد الاندلسيين بس هناخد قواعد المشارقة بتاعت بقى الخليل بن احمد الفراهيدي وهذه المدرسة في الكتاب كل دي اختيارات بتحددها اللجنة انهم هياخدوا في شرح المخليلات شرح المخليلات على الشاطبية على الشاطبية وشرح الشيخ المتولي المخليلات ده ميت في القرى 19 المتولي ده ميت موليد 13 وميت في نهاية القرى 19 كل دي اختيارات بتعملها النقطة هنا ايه الدور البشر في نقل الايه الوحي وان المصحف هو اختيار من متعدد اختيار بتقوم به اللجنة ده مهم ان اللجنة دي تنتهت من شغلها في نهاية سنة 18 حفني ناصف ذاته مات في بداية سنة 19 وقامت ثورة 19 لما تلغت الخلافة بقى في تركيا عايزين بقى ينقلوا الخلافة لمصر فبيحاولوا بقى يحسينوا صورة الملك فؤاد اللي هو هيبقى راعي الإسلام فجاءت الفكرة انه المصحف اللي هو اتعمل وعملته نظارة المعارف ده هات يخرج وينطبع وينطبع طبع أميري فالمصحف ده انطبع سنة 1924 له أسماء مختلفة منها مصحف الملك فؤاد ومصحف القاهرة وأسماء مختلف المهم ان القواعد اللي عملتها اللجنة دي من ناحية قواعد الوصل والوقف يعني كل الحربة بتاع الصلي وقلي والجيم هي دي تعملت دي بتختلف عن اللي حاطتها الشيخ المخليلات قبلهم ثم عمل قواعد دي النقطة هنا بقى هي ان كل المصاحف التي تشكلت فيما بعد اعتمدت القواعد اللي حاطتها لجنة القاهرة المصحف ده ذاته بقى لما قلت اللجنة بتاعتها اللي عملتها نظارة المعارف معهد القراءات في الأزهر اتشكل سنة الف سنة تلاتة واربعين لما بقى اتعامل الكليات بقى في الأزهر في سنة تمانية عشر وتسعة وعشرين وتعامل قسم للقراءات داخل كلية اللغة العربية في الأزهر وأصبح قسم القراءات ده اللي هو ايه معهد للقراءات وبقى أصبح بقى معهد بعد كده يبقى ايه خلي بقى لك ان نسخ المصاحف من وقت عثمان بن عفان حتى انشاء معهد القراءات في مصر كان بيبقى عمل فردي ان الناسخ اللي بيعمل المصحف ده فرد هنا بقى نعمل ايه بقى وكل حد بقى بيعمل لواحد ما فيش لجنة عامة بترجع اي حاج اصبح عندنا معهد القراءات وبدأت تتعمل لجنة المصاحف اللي هي لجنة ان اي حد حيطبع مصحف لازم ان يعرضوا على ايه اللجنة واللجنة ترجع ترجع وتعمل معهد القراءات ده بنكال 1946 هنا بقى اصبح في ايه في قواعد عامة ولجنة اا اا تطبق هذه القواعد نقطة اخيرة على مصحف ده اا كانت هما برضو كانوا عندهم وجة نظر لما قالوا احنا بنحاول نرجع للرسم العثماني لانهم عايزين يعملوا مصحف يتوافق عليه المسلمين احنا بنحاول نرجع للأصل ماش كده يبقى فكرة عمل المصاحف واعتمدوا الفتوى بتاعة الامام مالك لان برضو احنا ااا ممكن نرتب المصحف بقواعد الامن المعاصف ومش بيدع يعني جديدة ولا حاجة مصحف ابن البواب من الف سنة ابن البواب كتبوا بقواعد الايه الكتابة اللي هي اتغيرت يبقى حاجة ايه ذلك الكتاب في سورة البقرة حيبقى محطوط فيها الف وحنا كده ما غيرناش ما هو ايه ايه هتختار بقى قرأت تبينه ولا هتقرأت تثباته لانه بدون نقط وبودون علامات اعراب وعلامات احكام اللي بيقرأ تبينه هيقرأها تبينه واللي هو سيد عندهم تثباته هيقرأها ايه تثباته لكن انت لما تحطه نقطة ابن لازم انت ايه تختار هتختار بقى تبينه ولا هتختار ايه تثباته أنت بقى لما تقول أن مواطن الوقف هنا يجوز الوقف وهنا لا يجوز الوقف ما أنت بتحدد في المعنى مصحف المخليلاتي مفيش فيه يعني تقسيم الناس برضو ما تدركش حاجات تقسيم المصحف لتلاتين جزء مش كل المسلمين بيقسموا المصحف تلاتين جزء ده التقسيم تلاتين جزء ده علشان الناس اللي هي عايزة ايه تختموا في شهر تبقى كل يوم جزء فنختموا كل شهر فيه ناس بتقسم المصحف فيه مصلمين بيقسموا المصحف سبعة يعني لما يكون احنا ايه من الشيعة الإسماعيلية اللي هو الأئمة عندنا سبعة رقم سبعة ده بقى له ايه سح وبينطوف حوالينا انكعبة سبعة فبيقسموا المصحف لسبع أجزاء مش تلاتين جزء انه هو عايز يختموا على سبعة ايام ايه اللي حصل انه مصحف القاهرة دهوت فيه لجنة بقى تشكلت سنة 52 ايه 51 اخоне 52 هنا بقى الاظهر بقى فيه معهد قراءات بقى فاللجنة دية كانت مشكلة بغلبيتها من ايه من ازهاريين اللي هم تبع معهد القراءات يعني كان بيرأس اللجنة دية اسمه راح عن زهني دلوقتي وكان وكيل اللجنة هو شيخ عفتاح القاضي اللجنة دي بقى رجعت المصحف وانضم للجنة دي اللي كان طالب اعادة النظر في المصحف كان دار الكتب المصري وانا عامل خمس محاضرات عن مصحف القيارة ده جايبها بقى بطريقة مختلفة انا ابتدت من المصحف الحالي اللي هو بيصدره مجمع الملك فهد لان هو المصحف الذي ينتشر الان حجيله بعد شوية بعد ما اتكلم على الحتة دي انضم للجنة دي احنا قلنا ايه ان هما اختاروا رواية مصحف القيارة اختاروا رواية يكون في سندها علي بن ابي طالب وعثمان بن عفان فتضم السنة والشيعة يعني اختيار رواية حفص عن عاصم بسلسال بقى عبد اسمه اللي ارسله عثمان بن عفان مع مصحف الكوفة ابن سلام اسمه راعة زين الوقت مهم هيجي يعني الرواية دي سندها بيجي في ايه عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب فتضم سنة وشيعة لما جم يحمله بقى اللاجنة بتاعة اعادة النظر في المصحف ده سنة 51 انضم لها الشيخ قطفيش قطفيش ده جزائري اباضي كان يعمل في دار الكتب المصري فانت هنا كده ايه الرواية تضم سنة وشيعة ودخلنا معنا الاباضية فاللاجنة اللي اتعاملت ديجة بقى رجعت المصحف بتاع السابعة 24 هي بقى غيرت لان مواقف الوقف والوصل دي موادع الوقف والوصل دي اللي بيحددها اللي بيكتبوا المصحف على حسب هم بيشوفوا المعنى اكتمل فين وبيعتمدوا طبعا على كتب طراءات واوة والاخر بس ايه هم اللي بيحددوه اللاجنة دي بقى غيرت تمنمية موضع من موادع الوقف والوصلة عن مصحف قالوا ان اللاجنة السابقة ما كانتش يعني ما حطتش الوضع اللي يجب لان المعنى ما اكتملش هم فغيروا تمنمية موضع وغيروا في بعض الكلمات مش علشان بقى يمشوا ده هم عايزين يرجعوا للقصل قالك ان اللاجنة 24 ما رجعتش للقصل دي احنا ايه يعني هم اكثر محافظة من المصحف ده برضو بتاع 52 هو اللي طبعته بنفس هيئته اردن سنة 93 يعني خدوا المصحف كده هم بشكله كده باللاجنته بالتقرير بتاعه اللي في النهاية زي ما هو وكتبوا عليه يعني انتعامل وانطبع في لبنان تقريبا وكتبوا عليه وزارة الاوقاف وكتبوا يعني لكن هو بنفس مصحف 52 ونيجي بقى لمصحف مجمع الملك فهد مجمع الملك فهد ده اتعمل وانشئ سنة 1984 85 اللي افتتاح يعني انا بقى رحت جبت اول مصحف طلعوا مجمع الملك فهد ومسكت بقى اللجنة والتقرير اللي كان موجود على الاخر ومدهات بقى قوش يحطوا تقارير يعني بقى اسم مجمع الملك فهد بس كده اللجنة دي بقى يا سيدي اللجنة دي مكونة من 16 خمسة منهم سعوديين و11 غير سعوديين والخمسة السعوديين خمسة اداريين رئيس اللجنة ونائب رئيس اللجنة شيخ قارئ والسوداسي ده كان عنده 37 سنة وده كان عنده 36 سنة رؤساء اللجنة كده يعني شرفيا عشان السعودي يعني لكن هما حاجات ادارية اكتر منها ال11 بقى البقين اللي في اللجنة عشرة منهم ال11 كلهم ازاريين واحد منهم ازاري سوداني والعشر ازاريين مصريين من مجمع من معهد القراءات وقسم القراءات اللي تكون في كلية القرآن الكريم في المدينة المنورة اللي عمل المركز القراءات فيه عبد الفتاح القاضي سنة 76 لما خرج معاش 67 جاه بقى السعودية اخدوه وراح هناك وعمل معهد القراءات وفي محاضرة انا حطيتها على قناتي وهي موجودة في محاضرة لعبد الفتاح القاضي في نهاية السبعينات وبدأت التمانينات ومات 22 بيعمل فيها محاضرة في كلية القرآن الكريم عن القراءات وبيرض فيها على الكفر المستشرقين ومن يقدرون في دوراتهم يعني لو حد مهتم يسمع المحاضرة بتاعها اللجنة دي غيرت يعني اللجنة بتاعة مصحف المجمع الملك فدي قامت برضو على نفس المصحف بتاع القاهرة وحتجد مقاطع مقاطع التقرير بتاعها هي منقولة بالنص من مقاطع التقرير بتاع مصحف 52 ومشوا على نفس الاساس الاختلافات اللي حصلت اختلافات في ايه ان دوكة ان المصحف بتاع القراءة كان معمول مثلا 800 وكذا صفحة ده مصحف مجمع المنفهد يتعامل على ايه الطريقة التركية في طريقة تركية كده بيعملوها يبقى 600 علشان يبقى كل جزء عشرين صفحة الحاجة التانية ان كل صفحة تنتيه بآية والصفحة اللي بعدها تبتدي بآية فيسهل الحفظ عمليات الحفظ بالنسبة لليه اللي بيحفظ القراءة وطبعا دخلوا عليه الألوان ودخلوا عليه حاجات غيروا بعض مواضع الوقف والوسط وغيروا كلمة كتابة القرآن لان القرآن كانوا احنا من اكتبها قبل كده بالمد دلوقتي بقيت تعمل ايه همزة على السطر وبعدها ألف وبعدين النون ولذلك تلاقي كل الجيل الجديد وقت يولد القرآن هتلاقي آية بتقول القرآن بتجيب الهمزة كده وانا اقول ايه القرآن بجيب المد في دا لانا هتعودنا على كده لكن دي اتغيرت بقى وغيروا بعض المواضع بالنسبة للوقف والايه والوسط لكن هي نفس الاختيارات الأساسية اللي هي بقى ايه بالرواية والطريق وطرق العد الآيات وكل ده بنفس الاختيارات اللي معمولة بمصحف القرآن مصحف المجمع الملك فادي ده اللجنة بقى اللي هي من المصرين دولت هلها هتنتشي بقى في كده أربعة منهم من المنوفي تلاتة منهم من مركز أويسن بلد إبراهيم عيسى يعني تقدر تقول كده ده شادي كمان هينتشي دلوقتي هتقدر تقول كده ان المصحف ده هو مصحف المنوفي الفكرة هنا في ايه انه منقول برضو بالرواية بنفس القواعد الناس اللي هي معمولة في معهد القراءات بتاع القاهرة رأس اللجنة دية السيد عامر عثمان ده بقى من أساطين من أساطين القراءات هو وعب فتح القاضي وفي شيخ كمان بقى تم اضطهاده والتنكيل به اللي هو إبراهيم شحات السمنودي أنا عامل فيديوهات خمسة عن المصحف بتاع مجمع الملك فاد وعن اللجنة دي كلها كده حصيلة الكلام ده كله ايه بقى انه المصحف عبر التاريخ نقله شفاهي بالرواية الشفاهية بالسند علماء القراءات اللي بيسموهم علماء القراءات اللي بيسموهم لا يعتدون بالنسخ المكتوبة وحجيتها الحجية فين السند وفين من أول ابن مجاهد في جمعه للقراءات السابح طيب ابن مجاهد ده احنا بنتكلم في القرن يعني 200 سنة بعد النبي يعني ابن مجاهد ده ميد في الربع الأول من القرن الرابع ابن مجاهد ده دي أعدم الكتب بتاعت القراءات اللي بيسموهم القراءات السابع لابن مجاهد ده طيب مش معنا سبعة ابن مجاهد ده بيختار سبعة من عشرات ومئات القراءات يعني ابن شنبوز في نفس وقت ابن مجاهد وفي نفس مكان ابن مجاهد كانوا بيضربوه لأنه بيقرأ قراءات ترى أنها قراءات ايه ليست من القرآن وقراءات شاز وسادة الرؤية بتاعت ابن مجاهد ده أولا علشان ييجي أبو عمر الداني أبو عمر الداني ده احنا نتكلم أربعة 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 هجري ربعمائة أربعة واربعين هجري يحول القراءات السابع ده بقى لإيه لمنظومة من الشعر اللي هي الشاطبية يعني مش هو اللي عمل الشاطبية هو عمل نسغ القراءات السابع ويجي الشاطبي بعد منه يصيغ المحتوى اللي هو حطه أبو عمر الداني في 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 قصيدة شعر علشان تبسها للحفظ والتذكرة فيبقى كل اللي عايز يتعلم القراءات يعمل إيه يحفظ آآ نظم الشاطبية ويفهمه وبكده يعرف إيه القراءات الشاطبية دي يتبقى واللي عمل أبو عمر الداني معمولة إن القراءات تيجي كل قراءة من القراءات اللي هو اختروها السابعة دي ويبقى لها طريقين لها روايتين يعني رواية عاصم دي فيه رواية حفظ وفيه رواية إيه شعبة طبعا إحنا اخترنا رواية آآ حفظ عن عاصم فيه رواية شعبة عن عاصم وكل قراءة من القراءات دي لها روايتين يعني فيه قراءة آآ نافع مثلا لها روايتين ورشو والأسماء راحت عن زين قلون وورش دي قراءات نافع فإبقى كل قراءة لها روايتين وعملوا منظومة بالشكل دا دا احنا بيكلم ربعمية أربعة واربعين وبعد والشاطيبي دا بعدها مثلا بقرن كمان لحد ما نيجي بقى عند ابن الجزري ابن الجزري دا احنا بيكلم في القرن التاسع الهجري كل الطرق بقى بتاع القراءات بتاعتنا من هنا وإحنا رحينا عن النبي كده تيجي عند ابن الجزري دا ابن الجزري دا هوت أضاف ثلاث قراءات صححهم أو جعلوهم متوترين للقراءات السبعة هو ابن الجزري دا بيجيب من الهوى يعني لا دا كان فيه القراءات الخمسين لابن شامبوز للهزلي يعني فيه ووصل لنا الكتاب الهزلي كان القراءات الخمسين يعني خمسين طريقة لقراءة القرآن فابن الجزري ضاف ثلاث قراءات وأصبحت القراءات اللي هو أصغها في منظومة الدرة يبقى عندنا الطبية والضرة للقراءات الصغرى اللي هي كل قراءة لها راويين ابن الجزري دا هوت عامل برضو طيبة النشري في القراءات العشري منظومة شعر هنا بقى القراءات الكبرى هنا بقى مش بنكلم على كل قراءة لها رويتين ولها طريقين لا دا ابن الجزري دا احنا ممكن بنوصل لما يزيدا عن ألف وجه وطريق ورواية للقرآن يبقى إذا في طريقة نقل في طريقة نقل القرآن الشفائي دا عندنا حاجة اسمها القراءة وحاجة اسمها الرواية وحاجة اسمها الطريق وحاجة اسمها الوجه وفي حاجة خمسة أخيرة بقى اللي هي لسه عليها خلاف لم تستقر حتى الآن بس ما قرره ابن ابن الجزري في القرن التاسع أصبح هو المفصل ختام كلامي في الموضوع دا أنه فيه ثلاث عوامل تم ثلاث أسس تم وضعهم لنعتبر ما هو القرآن وما هو خارج القرآن بناء على ثلاث شروط دون الشرط الأول أن لابد القراءة تكون بتتوافق مع الرسم العثماني بيسموه الرسم بيسموه الكتابة مع الرسم العثماني ولو في وجههم من الوجوه يعني لو إحجاب قراءة وفيها كلمة زايدة مش موجودة في المصحف العثماني هنعتبرها إيه قراءته دي شازة هو التحديد بقى كده جاي من إين التحديد من إحنا اللي حطينا القاعدة مش أنا يعني أقصد الناس اللي هم حطوا القاعدة أنه أي قراءة حتيجي ويكون فيها كلمة أو حرف مش موجود في الرسم العثماني هنعتبرها شازة حاجة تانية إن يكون القراءة دي لها وجه من الوجوه في اللغة العربية يعني ما جميش تجيب لي كلمة وكلمة دي ما لهاش معنى نلاقيه في اللغة العربية بس حتى لو كانت بتوافق الرسم العثماني بقى شرط التاني أن يكون لها وجه من الوجوه في الرسم العثماني ولذلك ابن جني ابن جني كتب كتاب على إنه يشرح فيه بقى القراءات الخمسين وإزاي إن لها وجه من اللي هو بيعتبرها الشازة دي وإزاي إن لها وجه من اللغة العربية بشكل وإما بقى ده الشرط التاني أن يكون لها وجه من الايه من وجوه في اللغة العربية شرط التالت أن تكون رواياتها متوترة متوترة الرواي إيه رأيكم بقى إن برغم من الشروط دي كلها ممكن فيها قراءات تشترت عليها شروطة واعتبروها برضو من الايه من الشواز بل وفي وجوه من الوجوه ينكسر فيها شرط من الشروط ويقول لك وهتجدوا الكلام ده بقى من علامة القراءات تقبلتها الأمة بالقبول يبقى حتى هذه القواعد التلاتة اللي هي موجود دي غير مطبقة بالصورة اللي هي النقطة هنا إن نقل المصحف ونقل القراءات بتاعة القرآن عبر التاريخ نقل شفاهي معتمد على الرواية والسند علشان كده برضو الناس اللي هي زعلة نفسها قوي قوي على مرويات الأحاديث وعملين يقول لا إحنا ما يقدم الناشر للقرآن ومش هنتكلم عن القرآن القرآن منقول برضو بالرواية فهيجي أحمد يحي يقول لي لا إنت كده بتدخلين المواضيع في بعضها طريقة نقل القرآن وروايته تختلف عن طريق الأحاديث وروايته لأنه جمع عن جمع لما بنقول قراءة أهل المدينة يبقى كل أهل المدينة بيقولوا ده كلاما بالصحيح ما إحنا هو إحنا عندنا قراءات اللي إحنا واخدونهم من الكوفة تلق قراءات في نفس المصر ودولة اللي اعترف بيهم في قراءات تانية كتير اللي لم يعترف بيهم ابن الجزري لما جه يضيف القراءات التلاتة اللي هو ضفهم دولة على القراءات السابعة اللي هم قاعدوا سنين طويلة من أول ابن مجاهد يعني خمسمائة سنة قبل من هو جابهم منه واخترعهم من عنده ما كان قراءات موجودة ولكن تحسب على أنها إيه من الشاز يعني هو يجي مثلا كده في قراءة نافع اللي هي في المدينة دي يقولك إزاي أنا بقى ما أخد قراءة نافع واعتبرها متوترة واسيب أستاذه اللي هو تعلم عليه اللي هو نقل منه القراءة اللي هو أبو جعف فتم إضافة قراءة أبو جعف وبقى عندنا القراءتين في المدينة الحكي ده كله يا جماعة مرده أن المصحى في الحال هو اختيار من متعدد أدي جانب الجانب الثاني إحنا بنحاول نغفل دايما ندور البشر في النقل وفي التبادل ليه؟ لأن إحنا عايزين نناكف الأصحاب الكتب الأخرى ونقولهم أنه كتبكم محرفة وإحنا كتبنا إيه؟ ده مسجل من مدون من أول منزل والجمع من على طول من بعد وفاة النبي وإنه نسخت النسخ بعد على طول فإبقى إيه؟ إحنا كتبنا أدق من كتبكم ومش بس كده إن نحن نزلنا الذكرى وإن الله لحافظه ده محفوظ من الله سبحانه وتعالى يعني مش محتاج لجهود بقى لأبو بكر وأن عمر بن الخطاب يحاول يستحثه ويقنعه بتدوين القرآن وجمعه بعد حادثة اليمامة وقال لكلام ده كله واللي بيقولي الكلام ده ما بيسألش نفسه برضو عمر بن الخطاب مختنعش هو وقال برضو إيه؟ إنا نحن نزلنا الذكرى وقالنا لأ الله حافظه ويسكن ليه؟ عثمان بن عفان ما أقنعش نفسه برضو بنفس الحكاية وبعدين بقى هل الزكري أصلاً معناها القرآن ده أنت لو رجعت للتفسير ذاتها هكولها على بعضها وشوف بقى معنى كلمة الزكري اللي موجودة في الآية الجزء هنا أن فيه سجال في الموضوع وفيه دور بشري في النقل مش معنى كده بقى أن القرآن تغير والقرآن تحرف والقرآن تبدل شو هي ده النقطة كل ده كلام كلام تحت الجسر مية تحت الجسر النقطة للسية أن هناك دور بشري طول الوقت علماء القرآن يكلمك بقى طيب هل الأحرف السبعة كانت موجودة في مكة ما سمعناش خالص أنه كان فيه اختلافات أحرف سبعة في مكة ده الغالب كلها كانت إيه الاختلاف وتعدى كان موجود في المدينة لأنه بقى فيه هنا قبائل والعدد المسلمين زاد فهل بقى دلوقتي كده أنا لو جه هدرب مثل عشان أقرب المعنى دلوقتي واحد خواجأ أمريكاني والأنجليزي وأسلم ودخل الإسلام وبقى مسلم يعني وبيحاول يحسن إسلام وبيحفظ القرآن هو يعرف يجيب حرف العين وحرف الخه يعني الجهازه البيولوجي بتاع الجهازه الصوتي بتاعه ذاته أصلاً لأنه من تعود مش عشان هو مش عايز هل يبقى عنده القدرة على إنه يجيبوا طيب العرب بقى اللي هما موجودين دوله القبائل العربية هما كانوا بيروحوا بقى مدرسة وكتاب كده ويسمعوا إزاعة صوت المدينة علشان توحد اللهاجات بتاعتهم في النطق ده احنا في بلد زي مصر وفي بقى إيه وسائل جماهيرية بأن قرنه نص من أول بقى المسرح والصحيفة وبعد كده التلفزيون البتاع اسمه والراديو من تلاتينات القرن العشرين وكان كل عشرين كيلو ممكن تلاقي لهجة وطريقة نطق في اللهجة دلوقتي بقى طبعا مع وسائل التواصل السريع عادية أصبحت فيه لهجات مركزية بتطغى طيب العرب اللي كانوا موجودين دولا ما كان فيه بينهم لهجات هتجد مجموعة من القبائل بتقول جبريل اسمع كده في العراق هتلاقوا جبرائيل فيه ناس بتنتق الكافشين والسين كاف وهكذا اللي هي الكاشكاشة والكسكسة اللي هو في اللغات دية في نات بتنتق قاف جيم أي واحد قطر هيقول لك جتر أنا اسمي ممكن يتنطق في بعض مناطق في الصعيد الجيم تبقى معطاشة جمال وممكن تتنطق الجيم دال يبقى دمال فهل العرب اللي كانوا موجودين دولة لم هيجلهم بقى جدا حد يقولهم إيه القرآن بيقول هل حينطقوا بقى بطريقتهم في النط ولا حيغيرهم وعندنا بقى المرويات إذن ملخص الكلام إن في دور بشري إحنا بنحاول نتغاضع عنه دور البشري مش معناها بقى التحريف لأ دور البشري معناها إن اختيارات بشر بيختروها من متعدد زي ما قلنا كده الوحي دايرة كبيرة القرآن دايرة أصغر داخله المصحف دايرة أصغر إيه داخل دايرة القرآن في بعض حاجات مثلا زي النقطة اللي أشارها محمد يسين طيب إحنا دوقتي لو حاولنا نرجع لترتيب النزول المرويات اللي هي بتتكلم عن أسباب النزول وطبعا كتير بيقولوا عليها مناسبات وليست أسباب بتغطي يعني مثلا إيه واحدة من كل 12 آية من المصحف يبقى إحنا هنجيب منين بقى مرويات تسعفنا في نحنا نحدد ترتيب النزول وده على بقى مدى الاختلافات ده حتى مثلا ممكن تلاقي اختلاف في صورة الفتح يعني ما تجي كده في علوم القرآن بتاع السيطة ولا زاركاش في صورة الفتح هل بقى صورة الفتح دي مكية ولا مدنية هتجد مرويات تقول لك مكية ومرويات تقول لك مدنية يعني حتى كمان المرويات اللي بتاعت أسباب النزول دي اللي هو حتى موجودة الاتفاق بقى كمان ده هتجد يبقى حنجيب منين هو فيه نهج أو منهج ممكن يعتمد على حاجتين الحاجة الأولى اللي هو صلة الخطابات القرآنية بالخارج من خلال بقى المرويات ومن خلال بقى التفسير ومن خلال ده نقدر نجمع رؤية خارجية لكن فيه رؤية أسلوبية من داخل المصحف ذاته من داخل الوحي القرآني ذاته يا محمد وتطور خصائصه يعني احنا مثلا فيه الصفات الغالبة اللي هي مشهورة يعني أن القرآن المكي هو قرآن بيعتمد على أن الآيات بتاعته تبقى قصيرة وتعتمد على الرنين الموسيقي وأنها تعرف بقى المواصفات اللي هي بتقال يا أيها الناس مكي ويا أيها الذين آمنوا تبقى مدني يعني فيه خصائص أسلوبية فممكن نعتمد على منهج يضم جانبين خصائص أسلوبية من داخل تطور أسلوب الوحي وتشكله بجانب الحصيلة بتاعة المرويات بس لا يتم حصرها في أسباب النزول ولا كتب أسباب النزول نعم عندنا رصيد هائل بقى في التفسير وفي المرويات وفي السيرة وإلى آخره ممكن نسيج من النهجين نبدأ نعمل وإحنا برضو لما هنعمل تصور ما هيبقى تصور تبخل لما عندنا من أدلة وإحنا هتصور يعني هنطابق اللي كان موجود مش هنقدر نقطع بكي يبقى في النهاية إيه جهد لنا إحنا ويجي بعدنا ناس ثانية ينقضوا جهدنا ويعملوا جهدهم وهكذا هي المعارفة كده بالنسبة بقى لترتيب المصحف الحالي أنا رضيت على الكلام ده لأنه إحنا لازم نعمل نعمل تزاوج ما بين الاتنين يعني إحنا هنعمل هنحاول نوصل إلى ترتيب نزول بالتقريب من أجل العلم مش هنغير المصحف الحالي يعني ما هيظل المصحف الحالي بترتيبه الحالي والمسلمين يتعبدوا به ويتلوه في الصلاوات ويتلوه في صلاة الترويح في رمضان مش هيتغير حاجة يعني لا ده والمصحف الترتيب النزول ده والمقاطع المحكة بتاع الجديدة هوت بقى إن المصحف وتفسير وتأويل الخرآن تم عبر التاريخ بأننا نحن يتفسر أي آية مثلا أو حتى الناس اللي هي اتبعت صور يأخذ مثلا صور وخصوصا لما يكون الصور قصيرة مثلا بتاعت يعني اعتبرنا الوحدة هي الآية أو الوحدة هي الصورة وبعدين في المية سنة الأخيرة بدأنا نعتبر الوحدة اللي هي الموضوعات زي مثلا مدرسة الشيخ أمين الخولي مثلا إنه محمد خلف الله يأخذ في الماجستير آيات الجدل يحاول يدرس أسلوب الجدل فيجمع آيات الجدل اللي في المصحف أو يجي في الدكتوراه يأخذ القصص عشان يشوف أسلوب القص في المصحف أو شكري عياد يأخذ في الماجستير التصوير فيأخذ تصوير مشاهد يوم القيامة بيحاول يأخذ أسلوب التصوير في القرآن أو التفسير الموضوعي بتاع الشيخ الغزالي اللي هو حاول يعمل محاور خمسة للقرآن وكل وطبعا الفؤها زمان الفؤها كانوا بيحاولوا يجمعوا آيات اللي هي بيسموها آيات الأحكام مع بعضها ويشوفوا الآيات اللي هي مرتبطة بموضوع واحد علشان يحاول يشوفوا النازخ والمنسوخ اللي هو التفسير الموضوعي والدكتور حسن حنفي علي رحمة الله نزل لنا تفسير موضوعي في 2018 وغيره يعني وفيه ناس حاول تعمل تفسير على ترتيب النزول بس هم اعتمدوا ترتيب النزول كما أقرته المجامع زي الأزهر والزيتون زي إحنا ما درسنا كده جهود دروزة وجهود محمد عابد الجابري اللي أنا بقوله بقى لأ إحنا ننتقل من التعامل مع الآية كوحدة أو الصورة كوحدة أو الموضوع كوحدة إلى إن إحنا نرجع الوحدة الخطابية كوحدة إزاي نوصل أنه يعني مثلا صورة الصورة البقرة دي صورة البقرة دي نزلة في ترتيب على مدار الفترة المدنية كلها ما هياش بس حتى في السنة الأولى يعني فيه آيات منها وصلت إلى نهاية الفترة المدنية فإيه بقى الوحدات الخطابية دي وإزاي ممكن نقسمها ده بقى شغل كتير محتاجين نعمله بالنسبة بقى الكتابة على قواعد الإملة هي مشكلة كبيرة لأنه زي ما قلت كده هم بيحاولوا يقولوا إحنا عايزين نوصل للرسمة العثماني والأصل ونرجع للأصل وكده ومش هتغير القرآن ولا حاجة ما هتظل القراءة أنا حقول إيه؟ ذلك الكتاب حاجة أنا أراها ما هم حطل الألف الخنجرية الإشكال بيجي فيه بقى يا عصام أن أنت مثلا مسلم أندونيسي ولا مسلم من باكستان ولا مسلم من تركيا وتعود يعيني تتعلم اللغة العربية على حسب قواعد نحو إيه؟ سبا وإيه؟ وتعود تدرس الكتاب بتكتب ألف ولا مكافوته وألف وبيه أنا فاكر إن إيه؟ أنا كنت في المدرسة كنت شاطر إيه؟ أنا ما كنتش بليد ولا حاجة فأمي جابت لي نسخة المصحف وبتقول لي بقى رالي يا ابن من المصحف عشان جاء بركة يعني أنا طبعا حتى في كتاب الدين اللي بيدرسونا في المدرسة بيكتبونا على حسب إيه؟ قواعد الإملة فجأة أرى من المصحف مش عارف أقرى لإني ما تعودش لازم نروح أتعلم شفاهة قواعد التجويد فالمسلم اللي بيعلموه قواعد اللغة العربية دي ويجي يقرأ القرآن برضو ما إيه؟ ما يعرفش لازم أن تاخد القرآن إيه؟ مشافهة بقواعد التجويد الشفاهية ولذلك ممكن تجد قراء أتراك وباكستانيين وأندونيسيين وناس تقول لك ويقرأ بقى القرآن بدقة شديدة جدا ومعرفش كلمتين على بعض ولا جملة على بعضها عربي لأنه سماعي ف التركيا بتطلع مصاحف مكتوبة بقواعد الإملة المعاصرة بس أنت بقى المصحف اللي هو مكتوب بقواعد الإملة المعاصرة ده لم يجي يخش بقى السعودية لجنة المصحف اللي هي بتدخل المصحف وبترجعها تعمل إيه؟ هترفضه إن ده تحريف هيجي بقى كده داخل مصر كده المصحف ده هترفضه ولما يخرج بقى من مجمع القراءات من معهد القراءات في القاهرة ويصدق عليه الأزهر بقى وكده وننتقل كده يباحنا وهنا أنت بش هتغير في المصحف المصحف أصلا طريقة الكتابة تغيرت تماما يعني إحنا مقول لي بنرجع للرسم العثماني ده يعني بس زر الرماد في العيون يا جماعة شكل الحرف بذاته حتى اللي بكتبه عثمان طه بتاع المصحف بتاع مجمع الملك فادي اللي بكتبه خط يده شكل الحرف يختلف عن شكل الحرف بتاع أي مصحف معمول على نسق مصحف عثمان عشان يجيبه هو كده ايه يكمله في الصفحة ويكمله في 600 صفحة وهكذا طيب ناخد بقى سلسلة أخرى من التعليقات والاستفسارات أسماء تفضلي عملي أميوت طيب دلوقتي لو إحنا مثلا قررنا أن إحنا هناخد أو معين أنا عارفاً كان شيخ أمين الخولي عمل ده اللي هي نبتزي ندرس القرآن كوحدات خطابية هل ده هيمنع التوتر هل ده هيمنع هيشيل مثلا فكرة التوتر اللي إحنا قلنا بقى كورونا يعني بنحاول أن إحنا نتعامل معها أو لو بقى نتعاملنا مع القرآن بتاريخ نزول وحسب ترتيب النزول هل ده برضو هيبقى معناه أن ما فيش توتر يعني لو حاولنا نرجع زي ما كان بالزبط أيام بقى النزول للوحي وكده بالقرآن ساعته هل ده هيمنع أن يكون فيه توتر زي ما إحنا بنتعامل مع هذا الوقت أنا حاطت جملة في الخاتمة في الفاتحة ده هي الجملة إيه هو ليه كل السعي لمحاولة رفع التوتر هو سعيا إلى الوضوح إحنا عايزين نكشف مقصد المرسل النقطة هنا يا جماعة أن التوتر جزء من تكوين المصحر جزء من تكوين الوحي ومصدر المصادر إنتاج المعنى بمعنى أنه سعي المسلمين دايما على على توضيح الغامض اللي بنقوله بقى دلوقتي كده أن الغموض جزء أساسي من حيوية القرآن لاستمرار إنتاجه للمعنى فالتوتر ليس نقيصة علينا أن نذهب ونحاول نرفعها هو الناس اللي بتحاول ترفعها بتحاول تعمل عايز يكشف على المعنى الحقيقي والمعنى الأصلي والمعنى اللي هو مراد الله لكن لو وصلنا في النهاية أنه الكلام اللي هيقوله أحمد يحي هو فاهم أحمد يحي للإيه للوحي والكلام اللي هيقوله محمود عماد هو فاهم محمود عماد الإشكال جاي منين بقى إن أحمد يحي يقول له هذا مقصد القرآن أو هذا هو المعنى الذي يجب عليه أن يكون القرآن يقول محمود أحمد الإشكال هنا في أنه تحويل المعنى الذي ينصل إليه إلى سلطة يجب أن تفرد على الآخرين هالة عجبها إنها واضربوهن هي يضربو في الصحر ما حر إشكال بيجي منين بقى إنه هي بقى عايدة تفرد مش بقول هالة يعني هالة مش عايدة تفرد بس برضو هالة عايدة تفرد هي وإيمان وذلك هما الاتنين قاعدين قدامي كده واحدة على يمين واحدة على الشمال يفردوا رأيهم على إنه هو ده المعنى الإيه الإشكال هنا في تحويل القرآن إلى سلطة لو لاحظتوا بقى في النص بتاع تحول تحول من تحول من إنه يكون ساحة إنه نفهم ونتدبر واللي تقتنع به إنت إلى إنه بنحاول نوصل إلى المعنى الثابت إلى المعنى الذي يقصده المرسل وهنا بيجي الخلاف وبيجي الصراع أكمل تفضل أنا عايز أكد على كلامك يا جمال أو أزود عليه نقطة إن ليه الإصرار على إنه يكون المعنى أو المقصد واحد لماذا لا يكون المقصد متغير ومتعدد برضه يعني يكون المقصد الوحيد هو إننا نحاول طول الوقت نطلع معاني جديدة هو مقصد الإله الحقيقي يعني أيهما والمعاني تختلف باختلاف المكان وزمان طبعا ما التزمنا بالمقاصد الكلية أو بالتأسيس في القرآن أو بالأفكار العامة الإنسانية القرآن بيدعو إليها تلي نلتزم بيه ثم تتغير يتغير الإجراء بقى مع تغير الوقت يعني فيه برضو إصرار على وحدية المقصد الإصرار الإصرار ده تاريخيا منبعه من السلطة ليه لأن السلطات عبر التاريخ جاء بالإوة فمصدر شرعية جاء من إين من قوة الشوكة طيب دلوقتي إحنا عايزين نوحد معاملات في حاجة معينة لو خدنا مثال مثلا على موضوع الطلاء الطلاء الشاف هيدا يقع ولا ما يقعش ويجب أنه يثبت ولا ما هذه الأشكالية هي لو إحنا في مجتمع بقى لا يعتمد على النص الديني هيعمل إيه هيب على حسب الفئة اللي هي لها نفوز في البرلمان هي اللي هتشرع سواء قالت بقى أن الطلاء لازم أن يكون قدام قاضي ولا الطلاء يكون إيه شافه بس ويجي بعدها ناس ثانية يتغير القانون لو لو قدروا أن هم يغيروا ده لكن السلطة عبر التاريخ عندنا ما هو ده الحتة بقى اللي بختلف معا كتير جدا من جماعة اللي يكلموا على العلمانية السلطة السلطة في تجربتنا في تجربتنا التاريخية في 1050 سنة الأخيرة ده هي الحامية للدين ولذلك بتستخدم الدين والمؤسسات الدينية من أجل السيطرة على إيه على الناس وفي مقابل إنها تعمل ده لازم أن تتنازل عن جزء من السلطة للمؤسسات الدينية دي عشان المؤسسات الدينية دي تبني التقديس فشيلني وشيلك هيجد دلوقتي كده لما هيحصل تعويم الجنيه والدولار يوصل إلى 32 جنيه هيعد الشيخ علي جمعة أمدى الله في عمره ويقول لك إيه من أعمالكم صلت عليكم وهيكلمك عن البلاء والرضى بالإيه بالمأسوم وإن ده اختبار في مقابل إنه وحياخد إيه أي تغيير في الأحوال الشخصية هنرجع لمن لفضيلة المفتي وإلى مجمع البحوث الإسلامية وإلى هيئة كبار العلماء أو أخونا برضو في الكنيسة هيكلموا برضو الإسس عن الصبر وعن 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 في مقابل إنه تحديد مين بقى يتطلق أو ياخد تصريح بالزواج الثاني في إيد القسيس ولا الكنيسة يبقى دور الكنيسة إنها في وقت الأزمة تطيب خطر الفتنة الطائفية تطيب خطر المسيحيين والصبر ونبقى شهداء ونبقى القيم التي تجعلك ترضى بالواقع لأن أنت ما تعرفش إيه اللي كان ممكن يحصل لو إيه لو أنت ويبقى عندنا الفتنة أشد من القتل واللي نعرف حسنا لن نعرف فإجابتي على سؤالك دائما السلطة إنها بتستخدم الدين يبقى لازم نحدد عندنا هون في النص بيقولك الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية هي المطدر الرئيسي للتشريع إيه بقى هو الشريعة الإسلامية بتقول إيه لازم يبقى لازم الدولة دي لها إجابة الإجابة دي حالة ينفع تبقى ثلاث أربع إجابات الدولة يبقى فيه التوحد في المعاملات علشان تقدر تتحكم في الموضوع ولذلك المدارس الفقهية دي اتمكنت كلها عبارة عن ناس قاعدين كده زيانين نحن بيكلم كده وبيكلم ويقولوا أراء يعني أبو حنيفة قاعدوا ضربوه علشان يمسك القضاء للعباسيين وهو ما رفضش فدخل وانضرب يعني جه تلامزيته فيما بعده أبو يوسف بقى هارون الرشيد عمله إيه منصب قاضي القضاء وأصبح أبو يوسف قاضي فأصبح المذهب الحنفي هنا إيه سلطة ويبقى كل الأوضاه اللي هم هيشتغلوا في المحاكم اللي هي بتفض المنازعات ما بين الناس اللي بتدفع أجورها وأموالها الدولة أو السلطة هيبقوا إيه أحناف هنا يتحول المذهب بقى من كونه أراء لأن أبو يوسف ده هو قاعد بيفصل ما بين المتخاصمين هيعمل إيه هيدي رأي ولا هيدي حكم هنا بقى في فرق ما بين القاض اللي بيزدر حكم لأنه هيبقى بين متخاصمين لابد يبقى فيه واحد منهم وملوه الحق والتاني إيه ملوهش الحق إنما انت بحالة الرأي ممكن إيه يبقى رأي واثنين وثلاثة واربعة ممكن أبو يوسف يبقى له رأي ومحمد بن حسن الشاباني له رأي وزفر له رأي وابو حنيفة له رأي ولذلك ما زلنا بنقول عن أراء الفقهية أنه يسمى أحكام فقهية الموضوع داخل فيه الجزية دي فتبني سلطة ما لمذهب ما وإيه ده بقى في تجربة نحن في مصر مثلا تجلى أكتر بعد إزالة حكم الفاطميين يعني الدولة بقى الأيوبية ديت وما أتى بعدها الدول المماليك دي عملت زي حركة أيديولوجية لتطهير جرسيم التشيع الإسماعيلي فأصبحت بقى مسألة إيه إنه يبقى المزاهب الأربعة في الفقه لأن المماليك اللي كانوا بييجوا كان فيه منهم مماليك يبقوا إيه خلفيتهم المزهبية أحناف وآخرين مزهبيتهم شفعية وآخرين خلفيتهم إيه مالكية فأصبحت مدارس المماليك اللي بتنشأ كلها والمدرسة اللي أنشأها نظام الملك في بغداد والمدرسة النظامية والعمل مدرسين هو وييجي بقى واحد زي الجويني وزي الغزالي بيأكدوا بقى على الحتري اللي هو إيه هنا أصبحت الدولة لها إيديولوجيا دينية بتعتمد على المزهب الفقهية الأربعة والعقيدة الأشعارية والماتوريدية في العقيدة هتجد بصلاح الدين لأيوب دوات له عقيدة معلنة فالدولة أو السلطة عندنا تسعى إلى أن يكون هناك رأي واحد علشان تقدر تمسك الزمام للأمور ولذلك حتى عند كل المزهب الفقهية دي دمع اختلاف يقول لك اختيار الحاكم يقطع الخلاف إذن الجزئية بتاع توحيد المعنى جاي من إيه من أول بقى رفع المصحف على السنة الرماح اللي نحن أصبح لنا إيه بنحاول نسعى بقى مين اللي معاه الحق دلوقتي القرآن ده وده ما نقول لما بنحكم كتاب الله كتاب الله بقى ده مع مين وإيه دليلك على إنه مع الإمام علي وإيه دليلك على إنه مع معاوية بن أبي سفيان ولا عمر بن العاص طيب شيخ الأزهر طلع شيخ الأزهر ستنطاوي طلع وقال إن فويد البنوك في الشهادة جيم حلال قبل منه الشيخ جاد الحق كان شايف إنه كل الشهادات بما فيها جيم ده هي كلها إيه من الربع داخل إيه داخل مؤسسة الأزهارية الواحدة في بلد واحد فبالك بقى الناس اللي في مصر مقابلة بقى مع الناس اللي في السعودية ولا الناس في قطر ولا الناس في وهكذا إيمان تفضلي وبعد إيمان يا محمد محمد ياسين وأنا بس كنت أعز يعني أرجع للسؤال بتفضل أكمل فهمتوا إنه معنى كلي ده مش معناها قطع الخلاف يعني يعني بغض النظر عن الحمولات اللي احنا بنخش بها القرآن المسبقة القرآن في ذاته بيحمل قيم كبرى كلية يعني القضية التوحيد لا شك إنها قضية قرآنية قضية التزكية عمارة الأرض القضايا دي كلها قضايا كلية القرآن الكريم بيفصل فيها الاختلاف وارد في التفصيل وفي الإجراءات يعني وده 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 جزء من التوتر اللي بينشئ يعني حالة الجدل والحيوية زي ما حرك لكن بتبقى في معاني كلية قيم يعني قرآنية نقدر نحن نتحرك من خلالها زي مولت قضية التوحيد قضية قرآنية يعني مثلا التوتر داخل قضية التوحيد في مسألة تنزيه تنزيه ربنا القرآن أكيد بيؤكد على تنزيه ربنا عن أنه مخالف للبشر لكن كيف ينزه الله سبحانه وتعالى هي دي القضية اللي ممكن القرآن يحصل التوتر في بعض الآيات لكن القضية الكبرى الكلية هي التنزيه أو هي التوحيد أعتقد ده اللي فهمتم أو ده اللي أنا عايزة أقوله يعني هم هي الجهود الجهود ديات موجودة طول الوقت محاولة الوصول إلى معاني كلية ما هو ده جهد مش بس حديثا ده من بعد الشفع على طول من بعد أصول الفقر اللي حتى الشفع على طول ليه لأن الإشكال في إيه في جهود الشفعي مش جهود الشفعي الشفعي ذاته يعني ما كانش يقوله سلطة يعني ما هو الشفعي مات مسخنا بجراحه من الدرب يعني لكن الرؤية اللي سادت بعد كده إنه إحنا أصبحنا هنا الإشكال في حتة النصوصية إن أنت علشان تجيب شرعية لرأي أو لموقف أو لفكرة لازم أن تجيب لها إيه نص سابق أو واقع نقص عليه ده نهج الفكر الأصولي لكن النصوص محدودة إحنا عارفين عدد كلمات المصحف 77 ألف كلمة وكام ووقائع التاريخ وأحداثه غير إيه لا نهائية فمحاولة الاعتماد على نصوص نستند إليها هتبقى إيه دياء تم ده مع القرآن بس القرآن ذاته كله على بعضه إحنا إيه من 200 إلى 500 آية على حسب من اللي بيعد وبيختار إيه مش بس كده من 200 ل 500 ومنهم آيات متعددة الدلال يعني الآية تحتمل المعنى دا والمعنى دا والمعنى دا والمعنى دا فحاولنا نتشوف بقى مصدر تاني يكون ايه في قطر فكان الاعتماد على الايه على المرويات وتأسيس سلطة مرويات الأحاد لأن المرويات المتوترة من الأحاديث وليلا جيد الندرة يعني شيء يقول 17 ويقول 1 وهكذا فتأسيس سلطة أحاديث الأحادي اللي عملها الإمام الشافعي هنا بقى الانفجارة حصلت اللي أنا أشرت إليها يعني لما نشوف موطق ماكل مالك عدد المرويات اللي فيه وحتى المرويات بتاع مالك منها اللي هو يعني جزء بتاع عمل أهل المدينة المرويات اللي موجودة فيها عدد دا الجيل اللي قبل الشافعي مقارنة بالمرويات اللي موجودة في مسند المام أحمد اللي هو الجيل اللي بعد الشافعي بننتقل بقى من من واحد لاربعين ضعف العدد ويتعامل بقى كتب المصنفات دي كلها بقى اللي هي كتب الصحاح والمسانيد والآخر اللي هي عبارة عن تجميع مرويات طبقا لتأسيمات فقهية فده جعل أنه لازم نكون في مصدر آخر أنه نحاول نوصل إلى معاني كلية تبقى معاني مجردة هي اللي نقيس عليها وانه هدي جانب من اللي هو تدرج مع الجوينب أو مع الغزال لحد ما وصلنا للشاطيب في الكليات اللي هو حطها دي فيه اتجاه آخر اللي هو عمل قواعد فقهية يعني أنت لما تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أو تقول القرارة دي ضرق المفاسد مقدم على جلب المنافع يبقى لو جد في مرحلة اختيار ما بين بقى آراء متعددة أنا هقدم أن أنا أمنع حدوث المفسدة عندي مقدم على أن أنا أجيب المصلحة فلو كان قلع الحجاب قد يؤدي إلى مفسدة في المستقبل نحاول نقفل الباب ونخليها لابس الحجاب لو كان خروجها من البيت هيؤدي إلى مفسدة واحتمال مفسدة ما أن تقعد في البيت حسن يبقى هنا إنها جده بيعمل إيه إنها جده بيخليك تسعة طول تسعة طول الوقت إلى إنه تخاف من الجديد لأن إحنا مثلا تشغيل القطارات ينتج عنها حوادث ينتج عنها ناس بتموت فلو عملنا بقى القعدة الفقهية بتاعة درء المفاسد مقدم على جلب المنافع أو المصالح يبقى ما نعملش بقى عربيات عربيات بتعمل حوادث في الطريق والطيارات بتعمل حوادث والغطارات بتعمل حوادث وتيجي برضو حابة البدعة والسنة فده عمل نوع من الأزمة اللي بيتحاول تحلها بإن أنت تعمل قواعد مجردة فقهية أو قواعد أصولية أو الكليات العامة دي مع العصر الحديث بقى ده زاد الشرخ عندنا أكبر مع العصر الحديث فاصلنا دولة تهوت كده إنه محتاجين حاجات مجردة أكتر كمان من اللي موجود دلوقتي واللي موجود في الفقه لدرجة أن عبد جواد ياسين في كتابه الدين والتدين قاعد يقول لك بعد ما هو قاعد يتدرج يعيني شوية شوية كده لحد ما قال لك الإله من الوحي ده كله هو حاجتين اتنين والباقي كله بيعكس الاجتماع بما فيها الأحكام والعقوبات والعبادات وال اللي موجود في القرآن إيه هم بقى يا عم الحاجات الإلهية اللي أنت شايفها قال لك التوحيد والأخلاق الكلية والتوحيد بيقولها برضو زي ما زيك أنت مش التوحيد ما تدخلنيش بقى في علم الكلام ما تفرقليش ما بين الواحد والأحد الدحول كده يعني الله واحد وخلاص ما نعودش بخش في تفاصيل يعني فده هيجبنا بقى لو كان الموضوع بشكل ده طيب ما إحنا محتاجين القرآن كله على بعض في إيه بقى يعني إذا كان كل الأحكام اللي أنت بتقول عليها أحكام والتوجهات السلوك هي عبارة عن انعكاس للاجتماع اجتماع البدوي اللي كان موجود في جزيرة العرب قبل الإسلام وفترة الوحي وبتقول لي إن الحاجة الإلهية الوحيدة اللي في الموضوع هو التوحيد الإيمان بالله يعني والأخلاق الكلي الأخلاق الكلي يعني الحق والخير والجماعة زي ما أخواننا اليونانين بيقولوا زي ما كل الناس في كل حتة في الدنيا حيقولوا يعني إذن الإشكال هنا يا محمد عشان أخليك تمسك مربط الفرس هو أزمة الرؤية الفقهية التي سادت واعتمدت على النصوصية لذلك بقى كل الخنات اللي انت بتشوفها في صالون التفكير دا واحد بقى يجيب لك مرويات وقائع النبي كان بيعمل ايه وايه وايه أو يجيب لك أحاديث ويقارنها لك بوقائع علمية جديدة وبتاعه كده ونعد نخش في السجل دا مربطه أو مزنقه هو أن احنا بنعتمد على النصوصية أنك لكي تقول قولا أو لتفعل فعلا لابد أن تعطي له الشرية بأن تأتي له بايه بنص سابق أو واقعة سابق يعني مثلا الناس اللي عملوا تفاكرين موضوع الخلع من 20 سن كانوا بيعتمدوا على ايه أو الناس اللي كانت بتعتمد على الاستعانة بالامريكان في مواجهة القوات العراقية لإخراجها من الكويت أخونا خالد محمد خالد الذي كتب مواطنون لا رعاية وقال ما فيش سلطة في الإسلام كان بيعتمد على شرعية أن السعوديين والكويت يستعينوا بالامريكان بايه بأن النبي وهو خارج في متسللا في الهجرة بتاعته استعام بايه بكافر وإنه في عودته من الطائف حينما منع من الدخول دخل في حماية مطعم ابن عادي يبقى أنت علشان تبرر الإشكال الجامعة هنا بقى هنا هولنا صراعات الواقع الاجتماعية والسياسية إلى صراعات على ساحة النصوص فيا يا سلوى يا بني علشان تقلعي الحجاب لازم أن تروح تجيب نصوص تقولي فيها أن الحجاب مش فار ومواجهة أخونا اللي عمال يقول أن الحجاب فريدة إسلامية وقد سقط من خلعوا الحجاب وأسقطوا الفريدة إذن الإشكال هنا في أزمة الرؤية الفقهية للعالم التي سادت وتساعدت الرؤى الأخرى والتي اختصرت وجودها في الاعتماد على النصوص والاعتماد على أصل سابق و اختصرت لدرجة أنه أصبح اختصرت حتى أحكام الفقه اللي كانت خمسة إلى حلال وحرام ما بقاش حتى عندنا المكروه والمندوب والمستحب وكده ولا المبارد شادي بقى ونختم شادي عشانا دخلنا في ساعتين وثلثة كده تفضل الأسفار أصدر جمال بالنسبة اللي بيعتمد القراءات اللي هي اللي بيقولها عليها عشر ولا هل القراءات دي تم تواطرها فعلا شفاهيا ولا بس هي عبرها عن روايات وأحاديث أحاديث إحنا واعتبرناها قراءة والناس بتدريسها حاليا دلوقتي بناء على تلك الروايات يعني هل فعلا في ناس ملايين من المسلمين بيقرؤوا بيها دا سؤال شكرا برضو دي دا سؤال خادع برضو خادع ليه يعني احنا الآن في العشرين سنة الحالية نشهد حاجة من الحاجات دي دلوقتي بتاعتهم يعني مثلا قراءة أهل المغرب يعني قراءة المغرب العربي هي قراءة نافع سواء عن رواية ورش أو رواية قالون ماشي كده دلوقتي بقى مجمع الملك فاد طبع من 1985 حتى الآن ما يزيد عن 300 مليون نسخ من مصحف بقراءة برواية حفصة عن عاصم بتوزع مجانا على حاجة كل سنة انت بقى تتخيل بقى داخل المغرب ان شاء الله حيبقى ايه المصحف اللي هتنتشر دلوقتي ويحصل ايه بقى لقراءة ورش عن نافع او قراءة قالون عن نافع بمرور الوقت هيحصل الله ايه هتختفي الاختفاء بتاع ده ناتج بقى من ايه من فيه عوامل سياسية واجتماعية ان السعودية هي اللي فاها فلوس وفاها بترول وهي اللي عملت لو المغرب كان هي اللي معاها الفلوس وهي اللي عملت كان ممكن قراءة احنا الوقت بنقرأة بقراءة ورش عن نافع او قالون عن نافع بل ازيدك من الشعر بيتا هو ليه قراءة عاصم ورواية حفص عن عاصم هي اللي زاد بالرغم ان حفص ده هو يعني ايه اه لا يعتدي به في رواية الحديث يعني مكذب في رواية الحديث بل من القراءة اللي احنا بنزميهم القراءة المتوضلين لهم قراءات تعتبر قراءة شاز يعني قراءة ابو عمر بن العلاء ده البصري ده له قراءات ثانية تعتبر قراءات شاز برغم هو نفس الشخص يعني قراءة حفص عن عاصم السبب الاساسي في انتشارها هو انه قراءة عاصم هي قراءة ابو حنيف النعمان يعني عاصم ده شيخ ابو حنيف النعمان يعني أبو حنيفة واخد القراءة عن عاصر ولما الدولة العباسية أصبح بقى أبو يوسف بقى الحنفي تلميذ وصاحب أبو حنيفة هو قاضي القضاء ومعد منه محمد بن حسن الشيباني أصبح المذهب الحنفي هو مذهب الدولة العباسية اللي هو انتشر بعد كده ليصبح أنه بقى كل الأتراك والناس اللي هي في الدول اللي هي الدول الإسلامية اللي كيتتبع للتحاد السوفيتي المذهب بتاعهم في الفقه هو المذهب ليه؟ الحنفي طب الدولة العثمانية مذهبها هو المذهب الحنفي وقراءة عاصم هي اللي انتشرت فيه واخواننا بقى إحنا بقى كان في مصر دي كانت رواية الدري عن أبي عمر وورش عن نافع وورش ده أصلا مصر الدولة العثمانية احتلت مصر فممكن تلاقي بقى المقرأة بتاعة الجامعة الأزهر ولا مقرأة السيدة نفيسة ولا مقرأة الجامعة الحسين حد يوقف أوقاف ينفق منها على قراءة ايه؟ حفص عن عاصم وقراءات أخرى ما يبقاش في حد ينفق عليها فالسلسل بتاعها يحصلوا ايه؟ يختفي ده حصل في القراءات وحصل في الايه؟ في الفقه إنه لما جينا نعمل القوانين في مصر مذهب الدولة العثمانية هو المذهب الحنفي وعيلة محمد علي أحناف فأصبح ايه؟ تم اختيار المذهب الحنفي لأنك إنتン لما تي تعمل بقي قانون في الأحوال الشخصية في الزواج والطلق الزواج والطلق كان بيتم على حسب العرف فالمذهب الملكي هو المنتشر في الصعير فالناس كان بيتحل مشاكلها الشخصية الزواج والطلق والميراس والحاجات دي كلها على حسب المذهب الملكي منطقة القاهرة والدلتة وحوالها شفعية لإيه؟ المذهب الدولة العثمانية لما كان بتعمل محاكم شرعية كان بيبقى على المذهب الحنفي دلوقتي انت بقى هتعمل قانون القانون هيبقى واحد من اسكندريا الأسوان على اي مذهب اللي عملنا الزواج هنعمل قانون ماينفعش يبقى هو يتجوز على المذهب الحنفي وهي يكون مذهبها شافعي لان شروط صحة الزواج في المذهب ده قد تختلف عن شروط صحة الزواج في المذهب ده فلازم انوح تم الاختيار المذهب الحنفي لذلك كان في كل الأفلام يقول لها كده زوجتها نفسي على مذهب الإمام أبي حنيف ليه بنقول على كده علشان يبقى فيه مذهب واحد بنخش بيه ولو يجي في حالة الطلاق ونفض العقد يبقى برضه في ايه اتفاق يبقى ايزا المذهب الحنفي سياتو ده بقى اتخال لمحمد عبده اللي هو كان مذهبه في الغالب مالكي محمد عبده غير مذهبه للمذهب الحنفي لان اللي كان عايز يشغل في القضاء لازم يغير مذهبه المذهب الحنفي ولذلك معظم المجددين في النص الأول من القرن العشرين اللي كانوا بيبقوا في الفقه والأمور دي كانوا بيبقوا أحناف في المذهب ولم يتولى مشيخة الأظهر إلا مالكية وشافعية وكانت تقوم بينهم حروب كتيرة جدا الشفعية والمالكية لحد تسعمية سنة من إنشاء الأظهر 1872 أول شيخ حنفي يتولى من شيقة الأظهر والشيخ المهدي العباسي لان هنا بقى دخلت الدولة لتنظيم الأمور في الأظهر وأصبح بعد كده اللي يشغل في القضاء لازم يكون مذهبه حنفي ده حصل في القراءات برد إنه بالأسلوب ده قراءة رواية بقى حفصة عن عاصم هي اللي انتشرت ولذلك اللجنة بتاعة مصحف القاهرة لما جات تعمل عملت برواية حفصة عن عاصم ودلوقت مجمع الملك فادي يقول لك إحنا بنخرج مصحف المدينة هو قراءة حفصة عن عاصم ده قراءة المدينة ده قراءة المدينة هي قراءة نافع وقراءة أبو جعفر بن القحق قراءة عاصم دي قراءة من الكوفر إجابتنا على سؤال شادي القراءات موجودة لكن تم حصارها من نموذج بقى حصل بقرار من الشيخ عبد الفتاح الأول اللي هو كان وكيل اللجنة اللي عملت المصحف التاني وكان رئيس معهد القراءات الشيخ عبد الفتاح القاضي عشان يحل الخلافات ده هيت كلها كده أم قال إيه؟ إنه لن ندرس القراءات بالتحريرات فكل المقارئ التي تتبع وزارة الأوقاف الأميرية يعني والتي تتبع الأظهر لن يدرس فيها إيه؟ التحريرات واللي عايز يدرس تحريرات يروح يدرس على إيه؟ على شيخ منه النفس كده وتم إبعاد إبراهيم شحات السمنودي اللي كان في معهد القراءات ورجعوه تاني سمنود ومات فقير لأن إبراهيم شحات السمنودي لا يدرس القراءات بدون التحريرات إبراهيم شحات السمنودي ده هو أصيب بال أصبح كفيف من سنة 30 سنة كتب 4500 بيت على مدار 30 سنة بيأسس فيها عملية التحريرات دي ممكن تلاقوا فيديو له في نهاية حياة هو مات 2009 وتشوفوا الفقر اللي هو كان فيه وعبد الفتاح القاضي والسيد عمر عثمان هم اللي تسايدوا الموضوع وهم اللي راحوا عفتاح القاضي راح السعودية وهو عفتاح القاضي ده يعني أستاذ من أستاذ الكبار في التعليم القراءات وهو اللي شكل القراءات ومعهد قسم القراءات في كلية القراءة الكريم في المدينة المنورة ولما مات هو سنة 82 تم استدعاء السيد عمر عثمان لنيورقس لجنة المصحف اللي هي بتاع مجمع المالك فعل براهيم شحات السمنودي ده مات بس هو عاش يعني عفتاح القاضي مات 82 والسيد عمر عثمان مات 86 إبراهيم شحات السمنودي بقى عاش بعدهم لحد 2009 فعمر إبراهيم شحات السمنودي الآن تدرس وجمعت أعماله الكاملة وتدرس منظوماته على إيه؟ الإمام إبراهيم شحات السمنودي والنوت الأخير هو التحرارات تم منعها في التدريس هنا وتدرسها في المقارئ المصرية هنا في مصر التحرارات الآن في السعودية ويتولى إدارتها أو العمل عليها مين بقى؟ طبيب خريج طب عن شمس الطبيب إيهاب فكري أستاذ التحرارات في المدينة المنورة وفي المقارئ بتاعة المدينة المنورة إذن اللي أنا عايزة أوصله لك إن القراءة السابع هي اختيار من متعدد رواية حفص عن عاصم اختيار من متعدد شكل المصحف الحالي هو اختيار من متعدد اختيار بيقوم به بشر في مرحلة تاريخية لظروف وعوامل تاريخية من أول ابن مجاهد إن هو يختار القراءات السابع ابن مجاهد كان يختار القراءات السابع من عشرات المئات وإحنا عملنا هو المصحف الحالي عاملينه على قراءة حفص عن عاصم عن طريق الشاطبية مش عن طريق الدر مش عن طريق الطيبة النشر فبتختلف الأوجه بتاعت إيه رأيك بقى إن مع أول ده اللي أنا حكيته ده اللي هو الجامع بتاع المصحف اللي هو معمول من القراءة الشفاهية قراءة الشيخ محمد خلف الحسين الحداد بسنده برواياته وطريق الكتابة كمان مكتوبة اللي عايز منكم يرجع حتى الخط معمول بالسند اللي عايز يوصل للسند ممكن الكتاب بتاع حفني ناصف حياة اللغة العربية هيجد فيه سلسلة السند بتاعت الخطات محمد جوهر سلسلة السند وفي الرواية بتاعت الخط العثماني واخدها بالسند برضو سلسلة السند بتاعت الموجودة في القراءات ديت يا شادي تم اختيار عبر التاريخ من أول بعد ابن مجاه لابو عمر الدني ربعمية أربعة واربعين للشاطبي لابن الجزري لحد المتولي والمخللاتي في القرن التسعتاشر لحد ما قلتلك برضو هنا اختيارات اللي عملتها في لجنة مصحف أربعتاشر واختيارات عملتها لجنة إعادة النظر سنة اتنين وخمسين الجامع الصوتي بقى حدو تراخر لوحدهم أول جامع صوتي كان من المصحف اللي اتعامل في سنة ستين وبردو في مصر اللي عمله الشيخ الحصري ده في بقى كتاب كامل كده الراجل لبيب السعيد اللي هو عمل الجامع ده الناس مفكر بقى ان الجامع ده جي من الحكومة اللي عمل الجامع الصوتي دهوت وتزعمته لجنة جمعية جمعية أهلية للحفاظ على القرآن الكريم حدو تطويلة بقى الجامع الصوتي ده والطرق التي اتبعوها وليه وازاي اتعامل الجامع الصوتي في أول مصحف معلم عمله شيخ الحصري في سنة ستين وفي سنة واحد وستين بعدها في سنة عمل المصحف برواية ورشع النافع في شهر مارس السنة اللي فاتت اتعامل احتفال في الأزهر وتزاع وفي فيديو بتاعه موجود على ممكن تلاقوه على القناة بتاعة الأزهر انه ايه بقى لجنة المصاحف هتعمل الجامع الصوتي الكامل لانه ما اتعاملش بقى المصاحف بالايه بالقراءات المختلفة اتعامل بس رواية حفصة عاصم وتعامل ورش وبعد كده كل القراءة اللي بعد كده بقى يعملوا حفص يسجلوا حفص بس ما عملوش الجامع ليه الصوتي بالقراءات السابع ولا بالقراءات العشر فتعامل مشروع في مارس العشرين عشرين وواحد وعشرين من لجنة الأزهر وبرئيس لجنة المصاحف اللي هو دولئتي موجود يعني بانه هيتعامل الجامع الصوتي للمصحف بالقراءات العشر بالروايات العشرين ولم تخرج حتى الان هنوقف التسجيل هنا بقى دلوقتي كده وبنشكر الناس اللي هتبعنا على يوتيوب وحنتقابل بعد كده تقريبا كل سبت اسبوعيا علشان الناس تبدأ تعرض مقالتها ونقم مناقشة هذه المقالات ومرة تانية بشكر هالة وبشكر أسماء على عرضهم لهذا الفصل وبشكر الناس اللي حضروا معنا النهاردة وحنوقف التسجيل هنا ومبروك للمغرب النهاردة بقى هم فازوا في دور التمانية والصعود إلى دور الأربعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر